موشي موش أصدقائنا رجعنا بالقطم الأخير من الموسم الأول لحكايتنا اللطيفة والرائعة جدا واللي جمالها سحرنا كل نياتنا بحكاية ليلي و لا سياس لو ما شفتوا الأقسام السابقة لازم أكيد تشوفوهم لأنه متعة مطبيعية والرابط رح يكون موجود بأول تعليق وكمان رح يكون معه رابط قناتنا على التليجرام اللي رح نحكي فيها وندردش يوم الجمعة إن شاء الله كل جمعة رح نحكي مع بعض فلا تنسوا تضيفونا في قناتنا على التليجرام ولو ما شفتوا قنواتنا الثانية مور ميشو أنامي وميشو ستوري لازم تشوفوهم لأنهم مختلفين ومتنوعين وقبل ما نبدأ لا ننسى الصلاة على رسولنا الكريم والاشتراك بالقناة واللايك لا تدعمونا صحيح خبرونا شوف توركم اليوم وليتس جو من قبل زوجة أبيه التي يقول لها أمي أنا أسف فتقول هيرا هل تعتقد أن هذا سيتم حله بمجرد قول الأسف كيف تجرؤ على كسر مزهرية المفضلة ما فائد الطفل مثلك يعني إذا كسر مزهريتها خلاص بطل إلو لزمة لكنه يقول لها الموضوع كان بالخضاء حقا لا أريد أن أسمع شيئا تقول له أصمت واخرج من هذا المنزل ثم تحمله وتسحبه إلى الخارج بينما هو يبكي ويترجى أن تسامحه لكن بلا فائدة بصوت غاضب تقول لن أعيدها مرتين أخرج من منزلي حالا بالطبع هذه القصة من تقرأها بطالتنا التي هي في عالم آخر عالمنا الحالي وتكون مستفزة جدا من دور مرد الأب الشريرة التي تؤذي هذا الطفل المسكين وتقول بغض النظر عن عدد المرات التي أقرأ بها هذه الرواية لا أستطيع تحمل الجزء الذي تخرجه منه على كل الأحوال نحن أيضا بدلنا تقشعر من هذه البطلة المهم السريرة في هذه الرواية هي فتاة جميلة جدا تدعى ليلي مارشمال وهي كانت في الأصل امرأة ولدت من عامة الناس وبالرغم من أنها كانت محبوبة من قبل الجميع بسبب شخصياتها اللطيفة إلا أنه بسبب مظهرها الجميل بالطبع أصبحت زوجة رئيس القرية ومع ذلك قابل زواجة بأيام من الرئيس انتهى الأمر بشخص من هذا العالم يتجسد بجسدها وبعد أن تجسدت بجسد ليلى هاربت على الفور من القرية وتظاهرت ليلي بأنها فتاة ملائكية في منزل جديد ظهرت لي تغري الفيكونت المطلق الغني بلطفتها وفعلا حصلت على قلبه وبنجاح تزوجها وعش أياما فاخرة ولكن لسبب ما طبعا كنا نعرفه الفيكونت مارشمال بعد الزفاف عانى كثيرا من المرض ومات بتفكروا هازالت لا 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 خلونا نشوف الابتسامة على وجهها بعد وفاة زوجها ليلي التي أصبحت الكنتسة مارشمال في مالكة القصر أساءت إلى ابن الفيكونت هيرا وطردته في النهاية من الفنزل وبينما بطلتنا المسكنة تقرأ الرواية تكون حزينة جدا وتقول يا ريت أنا أمك لحتى أعطني فيك لأنا كتير حابها الطفل الصغير وهي كمان على فكرة واجهت هذه المشكلة مع والدها على كل حال تكون بطلتنا تصنع الكوكيز اللذيذة وتكون متحمسة لكي تأكلها وتغطيها بالشوكولة لكن فجأة يطرق الباب من والدها العنيف السكير السيء التي كانت ضحيته طوال الوقت وهرمت كثيرا إلى منازل متعددة كي تبتعد عنها لكنه لازال يطاردها في كل مكان تقرر تجاهلة وتواصل عملها لكن فجأة حينما تمسك الفرن ينفجر بها يا لاذا الحظ السيء لو أحلشي أنها وهي عم بتموت عم تحز أن حياتها أسفت من حياة الروايات التي قرأتهم ثم تتذكر آخر لحظات حياتها كل حياتها السابقة التي كانت بلا فائدة وكانت فائسة جدا فجأة تفتح حيونها ها؟ أين أنا؟ جماء؟ ما هذا؟ مستحيل لتجد أنها عاشت حياتها كلها تلقي لعنات على شخص ما فجأة تناديها إحدى الخدمات بلقب السيدة مارشمال لا تفهم وتسألها ماذا تقول تركض بسرعة كبيرة إلى المرآة لترى جمالها شعر أشقر طويل وعيون جميلة جدا مثل زهرة الزنباق النقي إنها هي بطالة الرواية الكنتسة ليلي مارشمال هل حقا تجلست في جسدها؟ عزيزي هار لو كنت أنا ليلي سأكون لاطفة معك لكن هذا لا يعني أنني فعلا أردت أن أصبح ليلي على كل حال تلاحظ الخادمة انشغالها وتعجبها وتسألها هل أتي بخير سيدتي؟ تحاول ليلي العودة إلى رجلها كي لا يلاحظ الناس عليها وتسألها ما الذي حدث لماذا أتيت إلى هنا فتخبرها أن السيد هارا قد انهار بالطبع تشعر بالحزن وتكون تريد أن تهرع إليه وتضمه لكن مهلا هي الشريرة لا تستطيع فعل ذلك لهذا تحاول تماسك وتسألها ماذا تقصدين بذلك الوقت تسألها الخادمة هل تحبين أن نحبسه في أحد الغرف فتشعر ليلي بالصدمة هي ليست شريرة فعلا وتقول أنها ستذهب إليه ترقد إليه بسرعة وتسألها عن الغرفة فتدق الباب لتفتح وترى طفل صغير لطيف مريض جدا وبالطبع حين يراها ينهض وهو خائف جدا لأنه متعود على الضرب والتوبيخ دائما تذهب بطلتنا المقنعة بالشكل ليلي إلى هيرا وتسأله سمعت أنك لست على ما يرام هل تتألم كثيرا يخاط أن يقول لها الحقيقة ويقول أنا آسف لأنني سببت لك المتاعد أنا لست مريضا فعلا بينما هو يبكي ومرتعب منها كانت تلك هي اللحظة التي انكشف فيها الوجه العاري للإساء الفضيع التي قرأت عنها الآن هيرا أمامها ويبدو حزينا ومكسورا جدا هيرا الذي نشأ في هذا الجحيم يعود ليكون إمبراطور في المستقبل البعيد ويقوم بالطبع بالانتقام من زوجة أبيه الكنتاسا مارشمال يعني المسكينة إجت على هالعالم لحتى برضو تنقتل بشكل آخر وعلى عكس هيرا هي لم تستطع فعل ذلك في عالمها الأساسي وربما لهذا السبب كانت تشعر بالغيرة من هيرا لأنها بالنهاية لم تستطع الفرار من والدها الذي كان يحذبها على كل حال تشعر بطالتنا بالتعاطف معه وتسأل لماذا هو نحيف للغاية الخادمة بالطبع بذهول ها انت جيتي ولا شو تسألها نحيف هل تريدين مني لا سمح الله أن أطعمه فتنظر إليها ليلي بشكل مرعب ونظرات قاسية وتقول يا له من عذر سخيط هل يمكنك أن تحضري بعض الحساء حتى يتمكن هيرا من أكله الخادمة بذهول نعم بينما هيرا يتساءل شولي رح تعمل في مرت أبوي هل مرة تلتفت إليها كذا فيشعر بالخوف وعندما تقترب منه يرتعب أكثر فتقول له واضح أنه ليس على ما يرام إطلاقا هل لو اقتربت قليلا سيسمح لي لكنه يخاف جدا ويبدأ بالبكاء وهو يعتذر يخاف أن تضربه ويقول أنا لست خائفا لن أصبب لك أي مشاكل أعدك تقول له ليلي هرى لقد جئت إلى هنا لأنهم قالوا أنك مريض ليس عليك أن تكون آسفا هيرا بدهول لا أفهم لقد مرت بمفردي وجعلت أمي قلقة أنا لست مريض أنا آسف يعيدها ألف مرة المسكينة فتشعر بتعاطف أكبر بكثير وتقول يعتذر بدل أن يقول أنه مريض ومن الآن فصاعدا تقول له ممنوع أن تقول كلمة آسف الأسف ممنوع أنت الآن مريض وكونك مريض ليس شيئا عليك أن تأسف إطلاقا له ثم تلتفت ليلي في أرجاء الغرفة لترى أنها عبارة عن قبامة حرفيا وتقول الغرفة فوضوية للغاية يعني المسكين لو أصلا مو مصاب رح يمرض من الغرفة السيئة وتقول بمجرد أن أنتهي علي أن أغير غرفة هذا الطفل أولا ثم تجهز ليتضع له الكمادات وتسأله إن كان شرب بعض الماء فيعتذر أيضا لأنه شرب الماء لكن هنا تستطيع أن تفهم أن الماء كان قديرا ولهذا السبب على الأغلب قد أصيب بالمرض تعود الخادمة وتخبرها أنها حضرت الحساء للسيد الشاب لكن المفاجأة تكون عندما تقول ليلي سوف أطعمه لا لكن المفاجأة تكون عندما ترى الحساء الذي حضرت لأنه أسوأ حساء ممكن أي أحد يصنعه وتقول صحيح ناسيب أن الخادمة كانت أسوأ حتى من لي لأنها كانت بنفسها تعذب هرى كثيرا وتسيء إليه ترميها بالحساء وتقول هذا ليس حساء أحضر طعاما يأكله البشر فتعود بحساء لذيذ ولطيف ونظيف وتحضر لهرى ثم بعد ذلك تطلب منها الكثير من الأشياء له على كل حال ليلي تظهر أنيابها فقط للخادمة بينما لهرى تكون الطفتات في العالم والمسكين هرى معارف هل هي عم تمزح معه وفجأة تخبطها ذاك الكف ولا شو تكون لطيفة معه جدا وهو يشهر بالحزن والاستغراب الكبير ثم تقول ليلي أنا وأهل هذا القاصر كالشوك في حال قراءة المسكين عندما يكبر ستعود هذه الذكريات إليه لتلاحقه وهناك شخص واحد فقط سيصحي حياة هرى الملتوية الشخص الذي سيصبح الأب الروحي لهرى في العمل الأصلي وهو الدوق لاسيا سويبر لأنه سوف يبقي هرى بجانبه ويعتني به على كل حال تعود الخادمة وتخبرها أنها لم تستطع العثور على دواء للأطفال وبدلا من ذلك قسمت حبوب الكبار إلى نصفين فتشكرها ببيوت ثم تقول لها نفذ الماء اذهبي وأحضري الماء ليتناولها مع الدواء فتشعر الخادمة بالغضب الشديد لأنها مستفزة من هذه السيدة أما ليلي فتكون واضحة وتقول أن هذه الخادمة الغبية لا تستطيع أن تعرف أن سيدتها قد تغيرت لأن الخادمة المريضة مفكدة أنه ليلي عم بتحاول تعزظ هرى بشكل جديد وتشعره بالأمان ثم تحرمه من كل هذه المشاعر اللطيفة وهي مستمتعة جدا بهذه اللابة على كل حال ليلي تقوم باستبزازها بأبعاد شكل لأنها كل ما تعود تطلب منها شيء آخر مرة أخرى وبعد أن تشغلها طوال الليل تقول والآن تستطيعين الخروج تتفاجأ الخادمة وتقول انتظري لحظة سيدة ماشمال ماذا تقصدين بذلك لا يوجد أي خادمة أكثر وفاء لك مني فتقول لها ليلي ألا تريدين مغادرة ترد الخادمة بالطبع لا ليس من العدل أن أغادر فتقول ليلي حسنا خذي هذه وغادري دون أن أراك تتفاجأ الخادمة وتتأثر بغباء وتقول هذه هي الأقراط المفضلة لديك كنت تحضرين مفاجأة لي ولم أعرف ذلك ثم تقول ليلي اختاري هل تريدين أن يتم طردك كخادمة سرقت من زيدتها وعاشت حياتها هاربة أو تنبغي أن تخرج بمفردك وتشعر الخادمة بالغدر والخيانة وتغادر يستيقظ هرة متفاجئا وتقول ليلي أعتذر على هذه الأصوات العالية هذا المكان قدر لذلك يجب علينا أن نذهب إلى غرفتي لفترة من الوقت ثم ترفعه وتحمله وبلطف وبراءة تقول له من الآن وصعيطا سأحميك وفقت حتى تستطيع معرفة كيفية إحساس الأمومة والطفولة تضع في الغرفة لينام ومن ثم تذهب للتحدث مع خادمة أغرا تدعى جان وتخبرها أن خادمتها المباشرة هربت للثو من القصر لذلك أنشر خبر أنها سرقت من سيدتها ستفاجأ جان بهذا الخبر وتقول خادمتك حقا حسنا سأنشر هذا الخبر ستقول ليلي وبعدها أعطي هرة أفضل غرفة موجودة في هذا القصر ومن الآن فصعدا إذا قام أي شخص بمضايقة هرة أو معاملة بشكل سيء فسيكون هذا آخر يوم في حياته أخبري هذا لكل من في القصر بتردد جل تقول حاضر وتذهب أما ليلي فتقرر أن حان الوقت للقاء الشخصية الرئيسية الثانية وهي البطل الدوق عالة ويفر تتجهز وترتدي فستان جميل وتخرج بعدها وتقول لنفترض أنه طعم لجذب الوحوش الشريرة أما بخصوص الدوق المسكين ويفر فهناك الكثير من الإشعاعات السيئة حوله ذو دم بارد عقد عقدا مع الشيطان رجل يكره النساء ويتجاهل حتى طلب الزواج من الأميرة ولذلك يكون الخدم متفاجئين أن ليلي ستذهب لتتحدث معه مع أنه في الواقع كان شخصية وسمة للغاية وهي كانت معجبة به للغاية في الحقيقة توصل ليلي على المكان ويحدثها الفارس عذرا من أنت ومما أتيت إلى هنا فتقول أنها جاءت لترى الدوق لا سياس ويفاري فيسألها هل لك موعد فتبتسم بالطابع وتغريب اتسامتها اللطيفة وباراءتها وتقول اذهب وأخبره أن ليلي بانتظاره فيقول حاضر ويذهب ويقول من المستحيل أن تكذب ملاك بهذه الجمال طبعا ما في حدا بيقدر يرفض جمال ليلي لايك بعد لحظات يعود الفارس وهو يخبره بأن تتفضل إلى الداخل وهي خائفة لأنه يأخذها إلى مكتب الدوق الخاص بدلا من صالة الاستقبال وعندما ترى تشعر بجمال ووسمة كبيرة وتقول يا له منقطة جميلة طبعا بغض النظر عن وسامة وجمال ويفاري لكن هو مرعب في الحقيقة صدقوني على كل حال تقول الآن أعرف لما كانت الأميرة تطبعه مثل العمياء لأنه فعليا شخص وسيم جدا المهم يقترب منها ويقول لقد تبللت من المطر هل تريدين ملابس أخرى؟ بالرغم من أنك لم تأخذ مني موعدا لكنك أتيت إلى قصري واستخدمت اسمي بنظرات مخيفة مع ابتسامة هل نحن أصدقاء؟ هل نحن بعلاقة مثلا؟ تعرف أنه يسخر منها وتعتذر عن سلوكها وتقول لو لم أفعل ذلك لم تكن لي تقابلني على الإطلاق لكن لما سمحت لي بالدخول وأنت تعلم أنها كذبة فيقول هناك الكثير من النساء التي يغازلني لكن هذه المرة الأولى التي أرى فيها امرأة تفعل شيئا كهذا بدون خوف لذلك أنا مفتون لديك فعلا وجه جميل لكن هل رأى أنت فقط على مظهرك وحده؟ سيكون مثيرا للشفقة أن أفسد هذا الوجه الجذاب تشعر ليلي بالخوف منه وتقول لدي اقتراح هل يمكننا الجلوس والتحدث؟ لا يقول بالتأكيد في الأصل هي تعرف أن لسيا سويفار لم يكن مهتما بالنساء بل على العكس يكره النساء التي يتبعنا لذلك عليها أن تحاول إقناعه بشكل صحيح كي تكون بأمان يسألها ماذا تريدين أن تقترحي؟ لحسن حظها فهي تعرف القصة الأصلية لذلك تعرف أن هناك جاسوس موجود في قصره وهو يرغب بالقبض عليه وتخبر هناك جاسوس في هذا القصر وأنت تعرف ذلك لهذا تم بيع منجم الألماس إلى عائلات هلين واستحوذهم عليه وبسبب ذلك عانت عائلتك من أضرار جسيمة فيقول لها بما أنك تعرفين التفاصيل واضح أن ذلك الفأر الجاسوس قمت ببيع معلومات لك أيضا ترد لا يهم هذا الآن لكن يمكنني مساعدتك على الإمساك في هذا الفأر وكمكافئة سأستعيد أنا مشروع المنجم الذي استولت عليه عائلات هلين يسألوا وكيف ستفعلين ذلك؟ فتقدم له أوراق كثيرة مكتوب بها معلومات خطية كثيرة عن الجاسوس وعائلته والأشخاص التابعين له يبدأ لسياس بالقراءة ويفاجأ لأنه بناء على المعلومات الواردة في العمل الأصلي فهوية الجاسوس والأشخاص الذين تعامل معهم والمعلومات التي شاركها والتي سيتم مشاركتها جميعها موجودة لديها حتى طريقة استعادة المنجم من خلال استغلال نقطة ضعف عائلات هلين بالطبع لأنها كانت سايكو ومعجبة جدا بالرواية قامت بقراءتها بالعديد من المرات حتى حفظتها ينظر إليها بشمئزاز بسيط ويسأل هل هذه المعلومات صحيحة من أين حصلت عليها فترد لا أستطيع بالطبع إخبارك ومع ذلك أضمن لك أنها موثوقة ولذلك لن تخسر إذا وثقت به يسألها لماذا تعطينني هذه المعلومات أنا متأكد أنك تتوقعين شيئا بالمقابل فتقول فعلا أريد مقابلا لهذه المعلومات أريد الزواج يفاجأ لا سياس فيها وتقول نا نعم أريد الزواج من توقيع عقد زواج لسنة واحدة فقط على الأقد لأنه في العمل الأصلي تركت زوجة الأب هرة وطاردت من المنزل وهنا لفت انتباه لا سياس وأخذه وتبنى صاح أنه هي هلأ مو نفس الشخصية وفيها أنه تكون لطيفة معه لكن هي خايفة أنه هرة ما يشعر بالأمان والطمأنينة معها لأنه بالنهاية بالنسبة له هي كانت مثل البابا اللي عم يضربه وبدون ما يتم طرده بدها تعمل شيء ثاني لحتى تخلي لا سياس ياخده بالمقابل ولكن تسأل إذا قرأت هذا سوف ترى أنه من أجل استعادة قوتك أنت بحاجة إلى عائلة مارشميل وبدلا من شرائها مني من الأسهل أن تمتلكها في عقد زواج مشترك وبمجرد أن تستعيد كل حقوقك نستطيع الطلاق مرة أخرى فما رأيك سأغادر خلال عام فقط من أجل زواج مزيف ورمزي وبالنهاية تقول له أعلم أنك لست مهتما إطلاقا بي وأنا كذلك لهذا فهي صفقة رابحة لا أحد منها سيقع في حب الآخر يسألها هل هذا يعني أنك لا تمتلكين أي تمشعر منسية تجاهي فتقول إطلاقا لذلك إذا كنت مهتم بأمرأة أخرى لديك الحرية في مقابلتها لكن لا سياس ليس غبيا تريد مساعدته وتريد أعطاءه جزء من عائلتها وتربتها دون مقابل فقط للزواج دون أن تكون واقع في حبه هناك لغز ما فيسألها ما هو السبب وراء كل هذه التصرفات بالطبع تخاف أن تخبره أنها تريد أن يتبنى هرة لأنها لو أخبرت بذلك الآن سيشك بها وتقول سأخبرك لاحقا عن الشيء الحقيقي الذي أريده لذلك لا تثق بي تماما سأجد الجاسوس كدليل على ثقة لذلك لما لا نتناقش بالشروط اللاحقة يتسم هرة ويقول حسنا حصلتي على ثقة لما أننا نحن الآن شركاء هل تريدين بعض الشاي؟ تتشكره وتعتذل وتقول لدي طفل ينتظرني في المنزل لذلك علي المغادرة فيشل السياس بالفضل تجاهها هي أول امرأة لا تكون مهتمة به ويفكر في الأمر ويقول ربما علي أن نجرب حظي بالزواج معها على كل حال تعود للي إلى المنزل وتقابل جن وتسألها هل قمت بنقله؟ فتخبرها أنها وضعته في غرفة جيدة وتسألها إذا كانت ترغب بالتحقق بها فهل تذهب للي إلى الغرفة ويتكون غرفة جميلة بها كثير من ضوء الشمس تسألها متنا مهرة؟ فترد بعد تناول الدواء يبدو أنه يتحسن وتشللي بالراحة لكن جن تكون مصدما للغاية لماذا؟ تغير فجأة موقفها تجاهه وهل لديها خطة شريرة أخرى مخفية؟ ثم تسألها إذا كان لبأس أن تقترب منهرة بخوف تجيب بالطبع فهو ابنك بكل حال تقترب إليه وتضع له الكمادات وتقول لن أسمح بأن يصبح هرة طاغية وأن تتحول حياته كلها إلى مأساة على كل حال تشهر الخادمة بالصدمة وتقول أنا سوف أعتني به من أجلك فترفض وتقول أنا سأفعل ذلك بكل حب وتتساءل إن كان هناك شيء آخر بإمكاني القيام به لكي يتحسن هرة ثم تسألها إن كان يوجد أي أفران في القصر تتفاجأ جنوبة تسألها هل تفكرين في طه الطعام؟ فتقول نعم أريد أن أصنع شيئا لذيذا لهيرة تصنع ليلي بعض الحلوى من أجل هرة لكن فجأة وبوسط هذا الهدوء تأتي حماتها وطبعا عندما تحضر الحمى يحضر النكد تتفاجأ ليلي بوجودها لأن الحمى التي تدعى فاشا لم تهتم إطلاقا بوفاة ابنها وعلى العكس كل ما ترغب به هي ثروة ابنها الميت تشعر ليلي بالقرف منها وتذاب للتحدث معها فتقول فاشا أن مظهر ليلي مثير للإهتمام لأنها لا تكتدي الملابس السوداء بعد وفاة زوجها وهناك الكثير من الإشعاعات التي تقول بأن ليلي قتلت زوجها وفي الحقيقة هي فعلة ذلك لهذا في الأمر ليس غريبا على ليلي السريرة على كل حال تسألها ليلي ما هو سبب مجيئك إلى هنا لا أعتقد أنك أتيت كأيت تجبريني على ارتداء الزي الأسود بغضب وبرود تقول زئت بسبب مساكل الميراث المتعلقة بتاركة ابني لقد مات ابني ومع ذلك تعتقدين أنه يمكنك الاستمرار في العيش في هذا القصر ألف خم على كل حال تجيب ليلي حسنا لن تعيش في هذا القصر بعد الآن لأنه ينتمي لي أنا وابن هارا طبعا بنظرات فاردة وقاتلة تتفاجأ فاشا وتقول هذا القصر ينتمي لعائلة مارشمال فكيف تتجرأ عامية مثلك على امتلاكه ترد يبدو أنك تتطلعين إلى ميراث ابني لدي وصية الفيكانت مارشمال كما تعلمين تشعر فاشا بالخوف وتسألها ماذا قلتي لقد فتشت القصر في كل مكان ولم تكن هناك أي توصية لكن في الواقع بما أن ليلي تعرف كل شيء وتعرف أنها مهتمة بثروة القصر أكثر من اهتمامها بكيفية وفاة ابنها فالسبب وراء عدم تمكن فاشا من العثور على الوصية بسيط جدا لأن ليلي قبل وفاة الفيكانت كانت تتحدث معه وتسأله كيف سنعيش بعد وفاتك بما أن السيدة فاشا تكره هرا وتكرهني كثيرا وخوفا من أن يتم طردها تمكنت من الحصول على ملكية هذا القصر وإخفتها دون أن يعلم أحد ذلك المهم تفجر ليلي المفاجأ وتخبرها بذلك وأن ابنها قد أوصى في كل الأملاك له فتشعر بالخوف خصوصا أنها تخبرها أنه موجود في بنك أهافالت وهو بنك معروف كما كان حتى النبلاء لا يمكنهم التدخل فيه لذلك هي مرعوبة أنها لا تستطيع تحوير الموضوع تتابع ليلي الحديث وتسألها هل ترغبين في الذهاب معا والتحقق على الفور فتشعر بالخوف والغضب الشديد والحمد لله تحمل حالها وبتنقلع من خلقتها على كل حال ليلي تشعر أنها مدينة لهيرا لماذا؟ لأنها عندما قرأت قصته في عالمها الأصلي شعرت بأنه جعلها سعيدة لذلك هي تتمنى أن تجعله سعيدا أيضا على الغداء تجلس معه بينما هو يكون متردد تنظر إليه بنظرات قاتلة وهيرا يخاف من أي حركة تتحركها حتى عندما لا تأكل يشعر أن الأمر خطأه وذنبه ويسألها إن كان وجوده غير مريح ومثير للإشمئزاز لدرجة أنها لا تستطيع تناول الطعام تشعر ليلي بالحزن وتقول طالما أنني لا أزال بالنسبة له ليلي مارشمال من الماضي لن يكون هيرا سعيدا أبدا لذا أحتاج إلى إظهار مشاعري الحقيقية تجاهها ولذا تنزل على قدميها وتقول أنها هي من تحتاج الاعتذار منه وتخبر بأنها كان ينبغي عليها الاعتناء بشكل أفضل وأيضا كان عليها طرد جميع الخادمات اللواتي كانوا يؤذون يشعر هيرا بالمفاجأة والدموع في عينيه وتخبره لن أؤذيك بعد الآن يا هيرا لذلك هل يمكنك أن تسامحني وتثقي فقط هذه المرة يمسك هيرا يدها ويشعر بالطمأنينة وتقول أنها تتمنى أن تفعل أي شيء لضمان سعادته وتخبره أنه وعد من كل قلبها ثم تقدم له هدية فيسألها وما تكون تطلب منه أن يفتحها وهي هدية حضرتها له ببعض قطع الحلوة اللذيذة لا ثم تقدم له مأزر بسيط وتخبره أنه يبدو جميلا به يشعر هيرا بالحب فجأة ويتساءل لماذا أصبحت أمي لطيفة فجأة ولكن أتمنى أن يكون كل يوم مثل هذا من الآن فصاعدا لاحقا تذهب ليلي للقاء لا سياس وتخبره بأن الجاسوس اختفى فجأة على الفور بعد قدومها وإخبارها بكل تلك المعلومات ولكن لديها دليل بسيط يمكن أن يدل عليه طبعا أكيد ما رح تخبره أنه الدليل هي الرواية اللي بتعرفها على كل حال تعطيه بعض الأوراق لتحركات مسجلة للجاسوس بدقة وتخبره بأنه قابل أن يهرب عليهم اللحاق به وإمساكه يشعر لا سياس بالمتعة ويخبرها أن علينا ذهب سوية تسأله ألست مشغولا لكن يقول أنه متفرغ تماما بينما أكوام من الأعمال عليه على كل حال تخبره إذا كنت مصريا بالذهب معي فلنذهب سوية المهم يذهبون الاثنان معا ويصلون إلى مكان وتخبره بأن عليها التوجه إلى غرفة اجتماعات كبار الشخصيات في الطابق الثاني عندها يرى أحد الأشخاص السيد ويفر ويسأله عن سبب قدومه ومن هي السيدة التي معاه فيضمها ويقول أنها زوجتي يتفاجأ ولكن بتأكيد إنه الضوء لا سياس ويفر لذلك ينحني ويزمح له بالدخول تشعر ليلي بالطمأنينة وتقول الحمد لله أنني أحضرته وإلا لم يكن ليسمح لي بالدخول بدونه لكن هناك سبب يجعل ليلي متراددة قليلا بشأن إمساك هذا الجاسوس لأنه في العمل الأصلي كان لا سياس يواجه مشكلة بسبب الجاسوس الذي يسرب جميع المعلومات السرية الخاصة بعائلة ويفر وهكذا انهارت عائلة الدوق ويفر بما في ذلك فصيل الفرسان وعندما كان على حفة الانهيار دون وريد عذار على هيرا وهكذا أصبح هيرا وريثا له ومن ثم أصبح الإمبراطور لكن إذا تزوجت هي من لا سياس الآن فمن الطبيعي أن يصبح هيرا الإبن المتبنى للا سياس لذلك لا بأس إذا اختفى هذا الجاسوس الآن المفروض أن لا يسبب مشكلة على كل حال تفتح الباب بخوف لكن يأتي ويقترب منها لا سياس ويخبرها أن تنتظر قليلا وفعلا بعد لحظات يظهر الجاسوس ويضرب ليلي ويحاول الاندفاع للهرب لكن بما أن لا سياس قد رأى فهو عرف من يكون ولذلك يقول له تعرف أنه لا فائدة من الهرب الآن يشعر بالهلع والذعر ويلتفت يمينا ويسارا ولا يرى سوى للي فيمسكها من شعرها ويضع خنجرا على رقبتها ويقول له إن اقتربت أكثر سأقتلها لكن نصيحة ما بنصحك تعبث مع الدوق لا سياس المرعب ما تخافه ما رح أترككم معديك المتوحشة تعاد اللغة العربية الفصحة لحالها أكيد أنا كمان رح أتدخل يقول لا سياس ليلي فقط ابقى ساكنة أنا سأحاول لكن ترد ليلي وتقول لا بأس لا سياس لا تقلق علي لكن بيحكي الجاسوس شو هو اللا بأس بالموضوع لو هجمتني رح أقتل هالبنت خصوصا إنه استطاعي لاحظ بإنه هالفتاة تعني كتير لا لا سياس وهو ما بيعرف السبب ولكن يشعر إنه هالفتات مهمة وهيك بيستطيع ياخدها كرهينة ويمسك لا سياس من الإيد اللي بتواجعه والأفضل إنه يفكر بإنه هلأ الفرصة المثالية لحتى يقتل لا سياس عكل حال يطلب من دو ويفر يستدهير ويسكر عيونه والغريب إنه ويفر فعليا بيعمل هالأشياء ويقول يبدو إنه سيتم قتلي هلأ وفي هذه اللحظة بس مو من المنطقي أن أتخلى عن حياتي بسبب تلك المرأة ماذا سأفعل هل يجب أن أخاطر بإيضاء تلك الفتاة شوي يعني شوي بس إصابة بسيطة لكن معيك لا أشعر بأنه نفسي أؤذيها إطلاقا بيدفش الجاسوس ليلي ويهاجم فورا لكن ليلي لا تخاف من الألم ومن التعديدات لأنها عاشت حياة مليئة بالضرب والعنف بالحياة السابقة لايك هي كمان تهجم على الجاسوس لكن لا سياس بيكون يقرر أنه يمكن خلاص يضحي بأحدى ذراعيه كرما لي ينقذ ليلي وممكن بوقتها يستطيع يقتل الجاسوس تندفع ليلي بقوة وتستطيع أن تحصل هي على ضربة بسيطة كي توقف الجاسوس وعندها يستغل لا سياس هذه اللحظة ويقوم هو أيضا بإمساك الجاسوس مع صدمته من تعرض ليلي للأذى يقول لها عالجي جرحك أولا ولا تهتمي بأي شيء آخر وأنا سأطولى الباقي لأنه بصراحة محابب المرة أورجيكي سورح أعمل فيه وهلأ إجا وقتك يا تارك الصلاة يمسك ويفر هالجاسوس وبيكون الجاسوس مرعوب بشكل كبير فبيحكي له هلأ صرت خايف كنت تتصرف بثقة كبيرة قبل قليل هل كان من الممتع بيع معلوماتي يبدأ بالخوف والبكاء ويطلب منه أن يسامح وينقض فيقول لسياس كيف تطلب الرحمة وأنت قد ارتكبت الخطأ بالفعل بيعطي هداك الكب ويقول كنت مستعد للقيام بقتلي منذ لحظات وكنت مستعد لبيعي والآن أخبرني من قام بإرسالك إذا كنت فعلا تريد الحفاظ على حياتك بينما تكون للي قلقة على حال لسياس يكون لسياس يقوم بتعذيب والتحقيق مع الجاسوس من خلال استخدام استحر لكن الجاسوس يكون مصر ألا يخبره من هو وراؤه وهو شاب أشقر أكيد طبعا دائما بيجيبون لنا أنه ما فيه خير يجيب المرة من وراء حدا أشقر ما بعرف ليش عاكل حال بيموت الجاسوس تحت التهديم بدون ما يخبره من هو الشخص اللي وراؤه ويشعر لسياس بالغضب لأنه لم يكن يخطط لقتله قبل الحصول على المعلومات ومعرفة من هو الشخص الذي سيكون وراؤه ولم يتوقع أن يؤدي بحياته إلى الموت بدل أنه يخبره الحقيقة عكل حال بيحكي بالبداية يجب أن أعالج جروح ليلي بيعود معها وبيقولها نيح على الأقل أنه ما صار فيه إصابات كثيرة بس ما كان لازم عملتي هالشيء طلقا لماذا فعلتي ذلك؟ فترد ليلي لا أستطيع إخباره أنني قمت بذلك بسبب حبي لهرا وأنه ما بدي يتيتيم المسكين قبل ما حتى تصير أبوه وتقول بدل يعجبني وجهك الجميل وما بدي تحصل على أي ندبات عليه يشعر بالمفاجأة والخجل ويتشكرها ويطلب منها أن لا تعاود هذه التصرفات المجنونة على كل حال تخبره أليس من المفيد أنك قبط على الجاسوس بفضله؟ لكن يقول الغريب أكثر أنني لا أريد أن أراك تتأذين إطلاقا لأنك ستصبحين زوجتي تشهر ليلي بالمفاجأة لم تتوقع أن تكون شخصية لسياس لطيفة وضريفة في هذا الشكل لقد تم بوصفه بوضوح أنه شخصية باردة بدون أي مشاعر إطلاقا ينتهي من لف إراها وتتشكره ليلي ويحكي لها ولو ما في داعي تتشكريني يعني يا برو أصدي يا مرتي يعني مرتي المستقبلية عكل حال بتحكي له مو بس شكراً على العلاج شكراً أنك إجيت معي لهالمكان واستجوبت الجاسوس بدل مني يرد لسياس دونت وري بينما لسياس يكون يذكر بمفرده بأن الموضوع طلع عجيب ومثير وغريب لأول مرة يبدأ بالشعور بمساعر بسيطة تجاه امرأة لم يحدث هذا من قبل إطلاقاً أما عن فرسانه فيلاحظون ابتسامته بشكل غريب وتتساءل إحدهن عن السبب فيقول الآخر على الأغلب عم بيفكر يقتل حدا لأنه مستحيل لسياس يبتسم إلا بسبب الأتل ويبلشوا لاتنين يضحكوا على الموضوع لكن لسياس في الحقيقة يمكن بلج يوقع بالحب ولا يعرف هذه المشاعر الغريبة التي تغوص في قلبه فلتمضحوني في التعليقات أرجوكم لا تحبوا فقط الشخصية الرئيسية أرجوكم أحبوني أنا أيضاً سأكون مسلية أعدكم في صباح اليوم التالي تستيقظ ليلي وترى حمامة ماها رسالة ومنيح ما في عندهم المراي اللي بتران مثل ران أو جن على كل حال تقول أنه الواضح الرسالة مرسلة من لسياس وتكون تقريباً رسالة غرامية مكتوب فيها هذا ستأتي أفتقدك وكنت أشعر بالانتظار لفترة طويلة وكأنني سأموت هل ستأتي قبل أن أموت تتعجب ليلي من محتوى الرسالة وتشعر بأنه لدي كلمات فريدة بالتعبير وتقول على كل حال كنت أخطط للزيارة لذا سار الأمر بشكل جيد ثم تكتب رسالة بالمقابل وتسأله إن كان بالإمكان أن تأتي في المساء يبتسم ويفر ويرسل لها رسالة بأنه ينتظرها بالمساء على كل حال تشعر ليلي بأنه لازم طبعاً تتجهز وتطلب من خادمتها جن تحضر العربة فتخبرها جن بأنه لا تقلق بخصوص العربة لأنه هناك عربة بانتظارك تستغرب ليلي من الموضوع وعندما تخرج تجد عربة مليئة بالزهور تنتظرها وتخبرها جن بأن لا سياس ويفر أرسل لها تلك العربة التي لم تكن موجودة قبل قليل تتسأل ليلي معقول يكون لا سياس رومانسي بالسر وحتى كاتب الرواية ما كان يعرف بالموضوع تبدأ بالاستعداد كي تغادر وتخبر سائق العربة بالموضوع على كل حال عندما تصل ليلي إلى دوقية ويفر يستقبلها استقبالا حارا وبحب غريب وكبير ويسألها هل ذراعك بخير؟ فتخبره أنها أصلاحات أفضل يشعر بالراحة ويقول كنت الآن بصراحة لأنه من زمان ما سمعت عنك أي أخبار فترد ليلي ما أكذبك يعني بصراحة يخبرها بأنه لا يكذب إطلاقا وبصراحة عيونه منبين أنه ما عم بكذبه لذا تتفاجأ ليلي بالموضوع وتقول بكل وضوح أنت تشبه الجرو الذي قمت بتربيته يتفاجأ ويسألها هل كان ذلك الكلب ذكرا على الأقل فتقول لا كانت أنت فأيقول ربما لا أمتلك ما يكفي من السحر كرجل تخرج ليلي من جيبها العقد الخاص بالزواج وتطلب منه قراءته وسؤالها عن أي تفصيل موجود لكن يرد هو لا أريد التحدث عن العمل فتسأله طيب ولا عن شو بدك تحكي يا سيادتك فيرد أنا فضولي بشأن ما كنتي تفعلينه تلك الأيام لا تسأل لي هل عنجت هذا اللي بدو إياه ولا في شي تاني عم بيدور براوسه لكن من تعبير وجهه واضح أنه سادع وتخبره بأنها قامت بخبز الكوكيز فبفضول يسألها هل تحبين الحلويات نقول نعم لكن لم أخبصهم هذه المرة كرمالي فيسألها ولا خير إن شاء الله لمن عملتهم طبعا للي مفهمة إطلاقا سبب تصرفاته بهالشكل وكأنه عنجت اتزوجوا وصاروا حبايب وبيرجع يعيد السؤال وبيقولها ما أتوقع إني استلبتهم لهيك الأفضل أن تخبريني لمن أعطيت فيهم فتقول إنها أعطتهم لي هرا طبعا لا سياس بيكون بده يقتل هرا لتخبره بأنه هدي شوي برو هرا هو ابني فيبتسم ويقول صحيح نسيت إنه كان لديكي الطفل وتقول عن قريب سيصبح هو أيضا طفلك فيقول أوكي ما عندي أي مانع وتطلب منه أن يعتبره ابنه عن جد ولا يفرق معه بالتصرف ويعتبره خليفته المستقبلي لحتى تمرق الأمور مثل الرواية الأصلية لا يمانع لسياس على الإطلاق وتقول لا تتردد في وضع أي شروط ترغب في إضافتها لكن يقول خلال فترة العقد يجب أن يلتزم كل طرف على عدم اتخاذ شخص آخر كحبيب له تماما علينا أن نكون كالأزواج الحقيقيين توافق ليلي لأنها لا تشعر بالحب تجاه أي شخص آخر وتقبل لكن يقول لدي شرط أخير لفضع لمسات أخيرة قبل التوقيع علينا تسجيل زواجنا تستغرب ليلي لكن تسأله هل من الضروري فعلا أن نقوم بتثبيت زواجنا ما أننا لن نتزوج إلا لعام وبعدها سنقوم بتقديم أوراق الطلاق فيقول ضروري جدا تحاول أن تمانع وتفكر أكثر بالموضوع لكن بعض لحظات تقتحم الغرفة والدات لسياس المرعبة وهي تصريخ وتسأله هل عن جد بدك تتزوج من ورى ظهري فتشعر ليلي بالخوف أن تعرض كاميرلين وليلتو هذا الزواج وتني كل شيء قبل أن يبدأ شوي خلاص أسكتي بتوم يسمع وصوتي شوي على كل حال لما بتفوت هالسيدة المرعبة اللي مثل ما قلنا من قبل لما تحضر الحماية يحضر السم بتخاف ليلي بشدة لكن الغريب أنه ليلي بخوف تقول لم أوقع العقد بعد أسفة لأنه لم أستطع أخبارك مسبقا لكن كاميرلين تحكي لها بكفي وفجأة بتنادي الخدم وبتقولهم ادخلوا لتكون الصدمة والمفاجأة محضرة عديد من الهدايا الكثيرة تسللي بالصدمة الكبيرة وبصراحة كنا لأنه ولا حماية لها لق إجاد كانت جيدة وتقول كاميرلين هل يجب أن أرحب بعائلتي الجديدة بأيدي فارغة صفلتي شو بتحبي تلبسي عحدي فساتين مجوهرات أتمنى أنه كله يتوافق مع ذوقي لأنه ما عندي أي مشكلة أشاركك جميع تلك الأمور من الصدمة حقا للي بتحكي لها ما هذا بحق البطاطا فترد كاملين وتقول أنا ممتنة لكي جدا أنه أشوف لا سياس ابني أخيرا بعدما كان يطرد جميع النساء ويمنع الزواج للأبد الآن يريد أن يتزوج لا أستطيع تصديق والآن عثر على شريكته المثالية تتشكرها للي على الموضوع وتقول أنها تلاقت بالفعل الكثير من الهدايا من جلالة الدوق ويفاري لكن تخبرها أليس عليك مناداته باسمه ويوافق لسياس على الموضوع أكيد نديني لسياس حاف بليز على كل حال تتفاجأ ليلي وتبدأ بالتفكير لماذا يقومون بذلك هل ستطلب مني كامل معروفا لاحقا يكون مرعب وغير عادل تتدخل كامل وتقول أستطيع سماع ما يدور في رأسك وفي عقلك عزيزتي لماذا تجري مثل تلك الحسابات هذا مجرد هدية قدمتها لك لأنك فتاة جميلة لكن للي تقول أنا لست من خلفية جيدة ولا من عائلة نبيلة وهذا هو الزواج الثاني بالنسبة لي لذا لماذا تفعلين ذلك تشعر لسياس وأمه للغضب وتقول الأم لا يهم من أين أتيتي أو ما هو ماضيك إذا كنت المرأة اللي بيحبها ابني فمن الطبيعي أن أحبك أنا أيضا هذا ما يجب أن تفكر فيه الأم لساعدة ابنها لذلك إذا كان في أي شخص يبدايك لهالسبب وبسبب أصولك بس جي بهم لإلي وما حتسامح معهم إطلاقا تشعر للي بمشاعر جياشة بتفوت بقلبها لدرجة إنه ممكن تبكي هذا العالم سهل بشكل غريب جدا في الحياة الماضية لم تتجرأ بالحصول على رفاهيات مثل الزواج لم تستطع حتى أن تحلم بأن تتزوج عاشت بدون أم ومعاناة فقط بالضرب من قبل والدها وبتحكي للي صح أنا ما متعودة على هيك أشياء بس شكله الموضوع رح يكون لطيف يلاحظ لسياس على نظراتها الخجل والاستغراب ويقترب بالجلوس بجانبها ويسألها هل نزعجك أو هل الموضوع صعب تقول للي لا بالعكس لكن هالأمور لست معتاذة عليها لا يعني إنه الموضوع صعب بل بس إنه محرج شوي يا ريت كان عندي أم مثلها هل كانت حتعاملني بطريق أو بالحب غير المشروط وتقول بصراحة أحسدك على أمك وغيرانا منكم فيبتسم لسيس ويقول ليس هناك داعي للشعور بالغيرة لأنه أنا وياكي راح نسير عليه وراح نقدم الحب لبعض فتبتسم ليلي وتقول على الرغم من أنه راح يكون عام واحد بس لكن سأمتلك عائلة في ذلك الوقت لكن لسيس يفجر القنبلة ويسألها هناك شرط أخير هل يمكننا تمديد العقد بدل عام واحد مئة سنة مثلا حتى نضل سوا طبعا ليلي يصيبها إرور وما بتفهم إش عم يحكي وبتسأله طيب هل أنت متفرغ شوي فيقول متفرغ مع العيونك شو بدك فتحكي له أنه في دعوة تلقتها من هلن لحضور حفلة وبتسأله هل ممكن تكون شريكي لأنه لازم أحضر الحفلة لكنه بيصار بالإحباط فبتسأله هل عن جد أنت تلقي الدعوة ولا لا فيقترب لسيس منها ويهمس في إذنها شيئا لتشار بالصدمة وأحلى شي شوفوا أصابع إيديها كيف الحقيقة أنه لسيس قمت برامي الدعوة وتقول بما أنه قمت برامي الدعوة فهذا يعني أنك لا تنوي الذهاب لكن لسيس يقول لا بدي أروح فتقول لكنك رميتها فيقول صح لكن لسه سأستمر وسأذعب لا تودلي أن تجبر على فعل أشياء لا يرغب بها من أجلها فقط لذا تقول يمكن لأي شخص آخر أن يكون شريكي فيشعر لسيس بالغضب ويسألها لو لم أكن أنا فمن كنتي ستأخذين معك ترد لي لا أعلم لم أفكر بعد فبغضب يقول بدلا من رؤية شخص آخر وأخذه معك وفضل أن أكون أنا فبتحكي له تمام باتبر إذن أنك موافق وهذا أسرع واحد بيقع بالحب بالمرة لكن مع حق جمال ليلي مطبيعي تسأله ما الذي تمسكه بيدك فيريها أنه مسدس رائع وهو واحد من الأشياء اللي ليلي شافتهم بالرواية ومستمتعة فيهم ولما تمسكهم تصار بالمفاجأة وكمان الإعجاب أنه أخيرا قدرت تشوف شيء مثل هيك فعليا مثل الموصوف بالرواية فيقترب لسيس منها برومانسية ويسألها هل ترغبين بتجربته فتسأله عن جد عادي فيقول أكيد لكن عندما تمسك ليلي المسدس تمسكه بوضعية جيدة فيصر لسيس بالاستغراب ويسأله هل طلقتي تعليما من قبل باستخدام الأسلحة لو كنت أطلقتي لكان حقا أصاب فتخبره بأنها تلقى تعليما عندما كانت أصغر طبعا في الحياة السابقة عندما كانت تتخيل أنها ستقتل والدها فيطلب منها لسيس أن تجرب ويخرج واحدة من الحلقات من يده وقال يعني اللرسها سبتطلع متل كأنه بيعطيها هيك حلقة وبالطخاية وبنعرف أن الحلقات عندها قوة تدميرية قوية مدمرة جدا وعندها احتمالات لا متناهية لطرق استخدامها ويخبرها بأنه عندما تخترق الحلقة الهدف فإنها تعود للملقي مما يجعلها أكثر ملائمة من الرصاص العادي إذا لا يمكن لأي شخص آخر استخدام الحلقات وهالشي بيخليها نادرة جدا وبيورجها لسيس لديد من الحلقات التي يمتلكون تتفاجأ ليلي وتقول أنه هيرا في العمل الأصلي بيتم وصفه بأنه قوي بشدة استطاع أنه يعمل 8 حلقات لكن هذا الرجل اللي أمامها عم يعمل حلقات أكثر فمين حقيقته ومين بيكون هو لكن لسيس بينظر لإلها بحزن ويقول هل بتحبي الحلقات أكثر من وجهي لأنه عم تتطلع فيهم تنبهر ليلي فيه وتقول أنه عنجة يشبه الجر بشكل مطبيعي وتقوم بالتربيت على رأسه فبيحكي لعنجة صارت يتعامليني مثل الكلب تماما فبيتقوله فعلا فبيصار بالخجل وما بعرف ليش ممكن تشعر بالخجل أنه حدا بيعاملك مثل الكلب ترجع للي إلى القصر وإلى المنزل وبي هب تحاول العثور على هرة وتسأل جن عن مكانه فتخبرها أنه بالغرفة تتجه لإطعامه المزيد من الحلوة التي اشتهتها له وتوصيها جنب أنها تطعم الكثير كي لا يتمن لكن هرة المسكن لسه عصاية فمعلش تطعمين بتفوت للغرفة لكنه بيتفاجأ بوجودها وبيختبئ وكأنه في شي غلط تشعر هي بأنه ممكن يكون مزاجي أو غريب وتسأله عن وضعه وتخبره أنها اشترت له بعض الشوكولات يجلس هرة ليتناول البوتنك بشوكولات ويشعر بأنها لذيئة جدا ويطلب من لي أن تجربها أيضا ويعطيها قطعة منه تشعر للي بالسعادة وأنه بلش يقترب منها أكثر على الرغم من أنه لا يوثق بها بشكل كامل إلا أنه لا زال عم بيحاول يتقرب منها برغم من كل شيء إذا هي ممتنة جدا لأله وتتسأل كيف تستطيع أن ترد على ششعته ولطافته لكبيرين تتذوق ليلي قطعة الحلوة من يده ويشعر هرة بسعادة كبيرة عندما تخبره بأنها لذيئة جدا وتعرف بأنه كان قلق أنها ترفض تتناول الطعام من أيضا وتقول لا بأس خلال عام واحد رح أستطيع أجعل هرة أسعد شخص للعالم ورح أحسن من نفسي وتسأله هل استمتعت بتناولها فيجيب نعم تسأله إذن هل بإمكاني نذهب في نصها تعالى نذهب إلى الأرجوحة التي تحبها لكن تلك الأرجوحة عندها ذكريات سيئة جدا لهرة لأنه السيدة مارشمال قامت بتحطيمها لأنها علمت أنه بيحبها وبيفضلها وحتى في الرواية الأصلية عندما يعود هرة كإمبراطور يعود لتلك الشجرة والأرجوحة ويقوم بصناعاتها مرة أخرى مثل الطفل الصغير الذي لم يستطع أن يشفى من جروح الطفولة والحزن الذي أصاب عندها يخبره هرة الطفل الصغير بأنه تم تدمير تلك الأرجوحة لكنها تفاجئ عندما تقول لقد تم إعادة بنائها فهل ترغب بذهب لرؤيتها بفضول وفرح يجيب بنعم يخرجان الإثنان سوية إليها وينضفع هرة بسرعة عندها وتسأله هل أحببتها فيبتسم ابتسامة تذيب القلب ويقول جدا وتحاول للي سيادة الثقاء بينها وبين هرة عن طريق الأعتذار مرة أخرى وتقول بأنه هذه المرجحة هي هدية أعتذار بدل كل الأضرار التي كانت تسببها له وكل الألام التي عانها منذ وفاة والده وتخبر بأنه لن يعاني بهذا الشكل مرة أخرى لكن المفاجئ بأنه هرة يخبرها بأنه هو الآخر قد قام بتحضير هدية لها تشعر بسعادة ومفاجأة وينزل هرة منعن المرجحة لكي يذهب لإحضار الهدية لكنه يسقط ويجرح ركبتيه تنضفى للي إليه وتسأله إن كان بخير فيخفيه رعدموعه ويجيب بأنه لا يشعر بالألم لكن هي كانت طفلة مسبقا ومعنفة والتعرف الإحساس جيدا بأنها كانت تخفي الألام وتلك المشاعر لأنها كانت تخاف من توبيق والدها لذا كل ما كانت ترغبه بأن يضمها والدها ويحسسها بالأمان وهذا ما تقوم بفعله مع هيرا تحضنه وتقوله ما في داعي تخبي مشاعرك وأحاسيسك شعورك بالألم مش غلط ما لازم تخبيه ولازم تخبرني لو بتحس بأي ألم وبتقول رح أتأكد إنه أعايش هيرا كل الحب اللي ما تلقى على كل حال بتقوم وبتقومه وبتحكي له يلا نفوت لنفحص ركبتك لكن هيرا يكون متردد وكأنه يريد طلب شيء لكن يشعر بالخوف فتسأله أخبرني أي شيء تريده وسوف أستمع لك بتردد يسأل هل أستطيع امساك يدك تتفاجأ ليلي من لطاف طول كبيرة وتحكي لو أكيد فينا نمسك إذن بعض فيصد لهذا الوجه الجميل ويمسكون أيدي بعضهم ويعودون للقصر سوية على كل حال عندما يعودون للقصر يخبروها بأنه كان يهد الهدية لها في الغرفة عندما دخلت فتعرف أنه لهذا السبب كان متوتر ويسعر بالخوف وتخبرو بأنها ستمتن وتعتز أي هدية يقدمها لها يقدم لها تلك الوردة اللظيفة فتسرية بالخجل منه وتعلم بأنه هذا ما كان يصنع بالسر وأنه يفكر بها ويحبها أيضا يقول هيرا لقد قدمت لي المكرون والبودنغ والشوكولة وحتى الأجوحة لقد قدمت لي كل شيء وأنا أقدم لك شيئا بسيطا لكنها تقول أنها أعجبت بها جدا وأحبتها وتبتسم له يصر هيرا بمشاعر جياشة ويحاول أن يقول شيئا لكن يتردد ويغير رأيه لكن ما يكون يفكر به لو ابتسمت أمي أكثر فهو شعور لطيب جدا فاذهب ليلي لمقابلة لسياس من أجل توقيع العقد وتخبر بأنه عقد رسمي فبيحكي العانجة أول ما تشوفيني نحكي على العقد فتقول أنه الموضوع مهم يقول طيب على الأقل أخيرا شربتي الشيء الذي قدمته لك لأنه قدمت لك كل أنواع الشاي مسبقا وما حطيتي ولا أي شيء منهم ولا شربتي كما هو متوقع منك فعلا تحبي الأشياء الحلوة وهو كان صنع لها شكله شوية شوكولة مع مارشمال ويسألها بأنه قام بإعداده مخصصا لها وإن كان قد أعجبها تعود ليلي للموضوع الأساسي وتخبره بأنه بليس وقع هالعقد وخلصنا فيقول أكي ورح أخلي جنبي فتسأله أليس من الأفضل أن نضعه في بانك آي بلد فيقول لا يوجد مكان أأمن من جيبي في الأمبراطوري فتسأله أيضا هل يمكنك الإجابة على سؤالي الحلقات التي ذكرتها في المرة السابقة يمكن لو استطاع هيرا أن يتعامل معهم بشكل أفضل قد يسبب للموضوع أشياء أحسن مما حصل في الرواية الأصلية وتسأله كم عدد الأشخاص اللي بيستخدموا هذه الحلقات فيقول واضح أنك مهتمة جدا بالحلقات وبيحكي لها أنه أي شخص بيحمل الإسم الأخير لعائلة ويفر يولدون على دراية بالحلقات لهيك على الأغلب بيك تفكر بأن الموضوع منستطيع التعامل معه لأنهم خاصة بدوقية فبتحكي له لكن ليس كل عائلة ويفر بتقدر تتعامل فعليا بهذه الحلقات فيقول بالطبع الأشخاص اللي بيستطيعوا يتعاملوا معهم هما الأشخاص المميزين والبقية بيتمطردهم من العيلة وبما أنه لسياس هو الشخص اللي حصل على أدوقية فبالتالي هذا يعني أنه الأفضل باستخدام الحلقات بتطلب منه أن يريها إياهم مرة أخرى وكما تعرف في الرواية أن هيرا يستطيع بالبداع تكوين ثلاث حلقات ثم في النهاية ثمانية لكن وضح أنه لسياس متطور وموهوب أكثر بكثير فبتسألوا لي إذن هل بإمكاني أنا أيضا أن أتعلم صنع الحلقات فيقول لسياس بالتأكيد هل ترغبين أن أعلمك تصلي لي باستعادة تريد أن تتعلم لكي تعلم هيرا وتساعده في المستقبل لكن لسياس يقول لدي شرط واحد فقط مقابل تعليمك فتسألوا وماذا يكون تفضل يا أبو الشروط فيقول أريد حضن كل يوم تشعر لي بالغضب وبتحكي العنجة واللي عن تمزح فيشعر بالإحباط ويقول على الأقل يا كفيني أن أراكي كثيرا خلال فترة التدريب فبتحكي لأوكي بالوقت اللي تكون فاضفي نتلقى فبيحكي لهاك ما لعيونك بفضل كل الوقت تسأله هل في أشخاص آخرين يستطيعون التعامل مع الحلقات فيقولونك ثلاثة في هذا القصر روكسانستر روكسانستر روجر إكارت وهيزيد فبتعرفهم من الرواية لأنهم هم الأشخاص اللي بيع المهرة كيفية التعامل مع الحلقات وتطلب منه أن يعرفها عليهم يرفض لسياس الموضوع طورا ويقول أحب كوني وحدي معك وبس ولا أفريد إفساد هذا الشعور فتقول ليلي لما نتزوج سأتعرف عليهم بكل الأحوال لا هيك عرفني عليهم علا فيشعر بأنه تم عزيمته ولا يكون لدي خيار آخر يتم إرسال رسالة للفرسان اللي تم ذكرهم للعودة لأن دوكلاسيس سيقوم بالزواج ويأتي واحد منهم ويري ركسانة الرسالة ويقول أكيد عم يمزحوا صح؟ مستحيل أنه دوكلاسيس يتزوج فتقول ركسانة بالطبع أكيد أصوم بالزواج فحاله في جديد مع شيء يصابه لحتى نقتل شي حدا لأنه من المستحيل أن يقع اللوت في الحب يذهب لا سياس اللي يريها إياهم وعندها يرون شخصين عن جد مثل الكبل وكأنهم بيحبوا بعض والمصيبة فأكل هاد أنه قدوا المرعب عم يبتسم بكل حب ولاطافة للسيدة اللي جنبه طبعا تخيلوا تشوفوا الشخص اللي كان مرعب دائما ولا عمره بتسم لكم نقطة خلال عشر سنين ولا أكتر هل عم يبتسم بكل هالبط تجاه فتا ما بتعرفوها ولا عمركم شفتوها هالشي هو اللي بيصير مع ركسانة ومعرفيها وبيتسألوا هل إحنا عم نحلم ولا شو بيستعد الدو ليقدمها لإلهم وعندما يرى نظارات للي تجاه الموجودين تجاه روتجار باروكسانة يشعر بالغير ويسألها لماذا تحدقين فيه بهذا الشكل هل تعتقدين أنه أوسم مني هل تحبين هذا الرجل تقسل لي وتقول بغضب ماذا تقسد كنت أنظر إليه لأنه كنت عم بتأدمه مو أكتر فبيسألها وهل في داعي أقدم لك يا أصلا خلاص نادي أي اسم بدك يا احكيله هاي احكيله انت اللي هو ما رح أحكيلك اسمه طبعا للي تشعر بالاستغراب من تصرفات لاسيس الشخص اللي يكره كل النساء فجأة صار بهالتصرفات اتجاهها على كل حال بيعرفها على روكسانة خائدة الفرسان وإذا ساءل روتجار هل عن جد هل فجأة صرت تغار مني ولما يعدوا روكسانة وروتجار سوية بيسألها هل حدث شيء للورد وأنا غايب فتسأله عكيد في شيء صار له مستحيل أعرفته عشر سنوات ولكن لهاللحظة لا أستطيع أن أعرف لما فجأة أصبح مهتم بهذه المرأة فيستفز هالتجار عندما يقول صار لك عشر سنوات ومع ذلك تستطيعين القيام بحلقة واحدة فقط وبما أنها يلبوس تسأله هل بتحب أعطيك تدريبات وتمرينات زيادة واضح أنك شكلك حابب تاكل هوا فبيعتذر منها ويسألها إذن ما هو الذي شاهدته فيخبرها أنه لا يوجد أي أثار لضلال في القرية الذي ذهب إليها يعني في تحقيقات نستمر بخصوص من هو الشخص الذي وراء الجاسوس لكن دون أي نتيجة نعود أيضا يزيد صاحب الشعر الفضي برضو بدون أي نتيجة وبدون ما يستطيع العثور على أدلة من وراء هذا الشخص على كل حال تحاول لي الانخراط قليلا في بعض الدوائر الاجتماعية كي تحسن من علاقاتها ولكن هناك أمور غريبة ورسائل عجيبة استطاعت قراءتها مثل رسالة أختي لا تتزوجي هذا الرجل وأفتقدك كثيرا وعندها قابلت كونتسا نيفلي واضح نيفلي لأن نونها نيلي على كل حال يتحدثان شوية وتتذكر أن شخصية هذه السيدة نيفلي والتي اسمها إيدث كانت مشهورة في عالم الاجتماعي كثير ولذلك تقترب إيدث منها وتسألها عن سؤال مهم هل حقا ستتزوجي مرة أخرى تخاف ليلي من الكلام لأنه طبعا الكلام مثل الصم بالدوائر الاجتماعية وتقول نعم صحيح سأتزوج مجددا فأتشعر الفتيات الأخريات بالتعجب لأنه لم يمضي وقت طويل على وفاة زوجها الأول ويبدأ الكلام يدور حولها بأنها تحاول الانخراط بالعالم الاجتماعي بالغصب عن الكل بمعنى طبعا فتى من العامة وتقول ليلي يبدو أنك لديك علاقة وثيقة مع الدوك ويفر لأنه هو اللي رح أتوجه تتفاجأ إيدث من الموضوع وتقول بصراحة ليس غريبا إطلاقا أني قاع دوك ويفر في حبك فأنت جميلة جدا تتفاجأ ليلي عندما تمسكها من يدها وكأنهم أطلقاء وتتسأل إن كانت هذه هي شخصية إيدث الحقيقية من خف ليلي من الاندماج وشعورها بأنه هناك ربما صر آخر وراء إيدث تحاب الاختصار ويعني تهرب أبما تقدر ولما بتروح لما كان تاني وقاعها تانيا بتلاقي واحد اسمه البارون بليك لكن بتشعر بأنه شخصية مألوفة جدا وكانها بتعرفه وبتتسأل هل كانت السيدة مارشمال على علاقة فيه وباللقى نبنه بشكل ما وفعلا هو بيأسرب منها كمان وبيسألها هل إحنا بنعرف بعض شيء تخاف ليلي في البداية لكن تفكر قليلا في الرواية لم تقابل ليلي هذا الشخص إطلاقا ليلالك تقول لا أنا وأنت مستحيل يشعر الرجل بالتوتر ويسألها كيما تقولي مستحيل أعتذر إن كنت قد أزعشتك بأي شكل من الأشكال وأتمنى أن تغفر لي ويعتذر ويرحل لكن ليلي تشعر بمسار غريبة ولا تعرف لما حقا يبدو هذا الرجل مألوف بالنسبة لها هل لأنه في نفس عمر والدها يقترب منها بعدها لسيس ويمسك يدها ثم يقوم بتقبيلها تتفاجأ ليلي وبخجل تسأله ما هذا الفعل غير اللائق الذي تقوم به في مكان عام فيقول اشتأتلي لكن ليلي بتحكيله ما مر يوم من آخر مرة تلاقينا فيها لكنه بيحكيلها حسيته كأنه سنين مرد ويمسك يدها بهذا الشكل تشعر ليلي بالخجل وتساعد إن كان هناك أحد يلاحظهم لترى بأنه جميع نظرات الفتيات إليها وحتى نظرات الفرسان لكن لا يهتم لسياس على الإطلاق بهذا الموضوع تفلت ليلي يده وتخبره بأنه نذهب لمكان آخر أفضل لو كنت رح تتصرف بهذه الحركات لا يمانع لسياس لكن يقول لا تخبريني إنه بتحبي شخص شعره مجعاد ووجهه مجعاد وعنده كرش فبتحكيله ما هذا الكلام السخيف اللي بتقوله فيقول لأنك تنظري لهذا الرجل من فترة ووضح إنك مهتم فيه وحتى إنك شاركتي معه بالحديث تسأله هل عن جد هذي الإنسان الوزم لها درجة عم بغار من هذك الشخص وبتضحك على الموضوع وتقول لا يوجد أي شيء بيني وبين البارون فأي تطمن لسياس ويسألها طيب هل فيك إذن تركزي فيه ومعي وتنزيكي من أي حدا تاني بيروحوا الاثنان وبيضوا لبرة وبتحكي له شو كنت عم تعمل ولا شيء متأخر لها الدرجة فبيحكي لها أنه كان مشغول بالبحث عن بعض الأشياء اللي ما قادر يعثر عليها فبتعرف لي لأنه كان عم بيدور عن الظل لأنه في الرواية تم ذكر الظل أكتر من مرة وهو الحلقات اللي بتضيع منهم ولا تعود إلى المالك الأصلي وهي تسبب ضعف في الحلقات الأخرى ولكن لا تستطيع معرفة أين هم في الحقيقة على كل حال وبينما هي جالسة تفكر بأنه لن تستطع اليوم رؤية هزيت لأنه هو الشخص الأساسي الذي سيساعدها على التعلم ويساعد هيرا عندها تلاحظ سينور هيلند وهي الشخصية اللي جاي لا تستعيد المجن منها تنزل بسرعة لا تروح تحكي معها وبيسألها لسياس إلى أين تذهبين فتقول أنه وصل سينور هيلند ويجب أن أتحدث معها من أجل استعادة المنجم الخاص بك فيقول أوكي بس بليس استمعي لطلبي فبتحكي له تصدها الأطلق شو اللي بدك يا فبيحكي لها بليس اتطمي لي اتأليلي هل عن جدها الإنسان عم يحكي عن جد ولا حدا اضربه على وجهه وبينما تكون أداة عم بتراقب الأوضاع خارجا وتراقب الدوق لسياس وليلي تقول أنه واضح أنه ليلي تغيرت بشكل ما وهي تحب هذه الشخصية أكتر واضح أنها مو مثل الشخصية الطماعة التي كانت سابقا ولذا هي يمكن تشهر بالاطمئنان أكتر قليلا بيحاول لسياس يقترب من ليلي لكن ليلي بتوقفه وبتقول له سوري باردون ما رح ينفعل موضوع بقى اعتذري منك لازم أروح بس اطلع فارسك عم يبحث عنك وبتقول له فيه أشياء لازم أعملها ليك برجع لك عن قريب وبتغادر بسرعة بخجال بينما لسياس بيكون المسكن واقف مصدوم أنه على الفاضي ما عم يقدر ياخد منها اللي بده إياه لأنه كتير حبها عكل حال بتروح بسرعة ليلي لا تحكي مع هيلان بترحب فيها هيلان وبتقول لها أهلا سيدة مارشمال معتنك رح تتزوجي كمان مرة ما شاء الله مبروك طي بتقولها ليلي شكراني كتير لإلك وبتلاحظ أنها عم توجه نظراتها اتجاه مين هالزلمة مين هاد دوسا هيلان وهو أخ هيلان باختصار وواضح أنه العلاقة بينهم بالمرة بتخذي ومثل بتوقعت فواضح أنها ما بتطيقه بس مهما كان الموضوع ما توقعت أنه رح يكون واضح لهالدرجة الموضوع على وجهها وليك بتقولها أنا سهلا شو رأيك نحكي فبتحكي لها نادي نيسي نعود فبتقولها تكرم عيونك وبدي نروح لمكان تاني لنقدر أنا وياك نتواصل لكن واضح أنه هي لسه بدها تراقب دوسا حتى بهالمكان والمهم سينور هاي بتقولها بخصوص زواجك واضح أنك عم بتخطط تتزوجي من دوق ويفر فبتحكي لها والله برافو كيف عرفتي فبتحكي لها لأنه لفي شوفي كيف الدوق عم يتطلع عليكي واضح أنه المسكين كتير حزين ومغرم فيك شوي بتحس ليلي بالخزل وبتقولها طيب شو رأيك نروح لمكان تاني لحتى نحكي في شي لازم أخبرك فيه فبتسألها هيلل هل يتعلق الأمر بي هذا تعليق من ميشا المهم بتحكي لها بالزبط فبتحكي لها أوكي يلا الحقيني بيروحوا يادو بهالمكان وبتسألها شو الموضوع فبتحكي لها ناديني ليلي ولا تقلوا أنا عم برديكم بأسماءكم بتحكي لها ليلي هل بدك تحاصلي على منصب الأم الحاكمة فبتحكي لها شو اللي عم تحكي عنه وشو اللي عم بتخططي له وشو السبب اللي خلاكي تيجي لعندي هون بتحكي هالكلام فبتقولها ليلي شوي هدي صلي عن نبي مش لهالدرجة بدي بس أحكي لك انه أنا بصفك انتي أكتر حدا مناسبة لهالمنصب فبتحكي لها سنار طيب خليني شوي أفكر بالموضوع وكمان حتى لو كنتي صادقة هل يعني عندك القدرة انه تخليني أنا اللي أكون مثل من المنصب فبتحكي لها ليلي عندي القدرة أعطيكي اللي بدك يا وخلينا احنا بتنتين نقطع وعد على بعض فبتحكي لها سنار طيب أمري لأله رح أوسق فيك هالمرة شو مقابل مساعدتك لإلي فبتحكي لها الألماس السودة اللي أخدها دوسن إذا صرتي أنتي المالكة بده المنجم يكون برضه لإلك لهيك اتركي للموضوع خلال سنة واحدة رح أخليكي تحصولي على المنصب اللي بدك إياه تبتسم هيك سنار وبتقولها أوكي حصلنا على ديل بين بعض طبعا أحلى شي إنه صاحبنا لسياس محارب فارسو قال ليش لأنه قاطع وقته مع ليلي ومو طايق يحكي معه بالمرة طبعا المسكين بيكون مصدوم من الوضع وبيحكي له هلأ قدرت أعرف وين راح الحلقة لهيك بسرعة رح خبر روكسانا وخليها تيجي وراي فبيحكي له روجر معقول إنه ما أجي معك أنا كمان فبيحكي له إخرس مو طايق بالمرة روكسانا بتكفي ولما ترجع ليلي لهون اعتنيلي فيها طب يقول له روجر المسكين حاضر اللي بتكيه ترجع ليلي لا تشوف روجر وبتسأله وين راح لسياس فبيخبرها إنه الطري غادر لفترة وجيزة من الوقت سبب أمري عاجل وطلب مني أراجعك أنت بالبداية ليز أحكي معي براحتك ولا تحكي معي برسمية فبتقول له ليلي أوكي تستغرب إنه لسياس غادر فجأة وبتقول واضح إنه عمي يتبع الظلتع الحلقة وبتتسأل إذا راح يكون بخطر فبيحكي لها روجر لا تقلعي راح مع ركسانا وما راح يكون بخطر بالمرة طبعا كان أحسن لو أنا وهزيت رحنا معه بس لازم أعتني فيكي وهزيت غايب اليوم عن الحفلة وبقول له آصح نسيت أقول لك هزيت واحد من فرساننا فبتحكي له ليلي واضح إنه هالفارس أنا ما شفته ولا قابلته فبيحكي لها فعلا كان برحلة التعامل طبعا الحيوانة ليلي معجبة كتير بهزيت بالرواية كان أكتر شخصية عجبتها بعد هيرا لهيك بتقول له شو رأيك تروح وتعرفني عليه لازم أقابله وطبعا شوفوا مين ظهر لإلنا أكيد هيزيت الشاب الوسيم بيجي روجر لعنده وبيسأله هيزيت هل حبست نفسك في هذه الغرفة مرة أخرى بيخجال هيزيت ما بعرف ليش لكن بيلتفت له وبيقول له شو رأيك تنقلع من وجهي وبيحاول حتى يقتله بهالحلقات يخاف روجر كتير وبيقول له عم بتحاول تقتلني عن جد أنك أسوأ من أسوأ شيء لكن هيزيت بيرد ويقول أنت الآن عم تزعج أفكاري فبيحكي له روجر ويعني معلش شو ممكن يفكر مخك الغبيهات فبيقول له هيزيت أنت لا تعرف أي شيء فبيحكي له روجر هل كنت منعزل في غرفتك وتفكر في أفعالك فيارد هيزيت مو هيك الموضوع أنا بس عم بحاول أتذكر بيشوف الشلد فبيقول له روجر it's okay لسه برضو مضطر تطلع ما عندك فضول شو الشخص اللي جبته معي فبيحكي له دق مو فاضي لك بالمرة فبيقول روجر استنى شوي لا تدفعني على كل حال فجأة تظهر مين شخصيتنا الجميلة ليلي وتقول أنت هيزيت أليس كذلك وبتكون كتير طايرة من الفرح إنها أخيرا آبلته وبتقول في القصة الأصلية أصبح هيزيت مرشدا لمين لا حيرة ولذلك وقع بإعجابها فيه لأنه شخصية كتير صعبة وغريبة يا رود هيزيت هل أتيتي لي سبب ما خير نعم شو اللي جابك فبيحكي له روجر هي شوي هدي أنت يعني أكيد معارف مع مين عم تحكي فأتوقع رح تنتهي حياتك لو بظلت حكي معها بهذا الشكل وليلي بتقول له سأت بلقائك هيزيت اسمي ليلي وعن قريب رح أتزوجي وربوس فبيقولها أوكي أهلا ليلي وبيسأل هل رجع لا سياس فبيحكي له روجر لا خلال الحفلة اكتشف حلقة ملوثة وخرج يبحث عنها مع روكسانا فبيشعر هيزيت بالأحباط لكن روجر بيقول هناك مهمة منفصلة لك فبيحكي له عن جد شو هي فبيقوله المهمة هي الذهاب في نزهة مع السيدة ليلي وفعلا يغادر هيزيت لكي يرتدي الملابسه الرسمية ويعود ويعتذر من صديقتنا ليلي وبيقولها سوري يعني على الانتظار فبتقوله دونت وري المهم شفتك بشكلك الأصلي لا بمزح بتقوله عادي ما طولت كتير يعني وبتعرف انه طبعا رح يرتدي ذي ورسمي وانه روجر قال امره انه يتمشم عليلي لانه كان خايف على هيزيت انه يلوم حاله على الفشل بالمام السابقة وبتحكي عن جد هيزيت هو نفسه هيزيت بالرواية لا راح ولا إجهة مو مثل لسياس عكل حال يبدو هالتنين يتمشوا مع بعض والصمت يعم المكان وصوت الصراصير أعلى من أصواتهم لأن لا أحد منهم يتحدث على الإطلاق وتتساءلي شو لازم أحكي بهيك موضوع وبتكون محرج جدا ما في بالمرة كلام بينه وبين يزيد فتسأله هل سياس دائما مشغول فبيرد نعم إنه أكثر انشغالا من كل الفرسان لآخرين فبتحكي آه عن جد شو بيعمل فبيحكي العبل المهمة عم نبحث عن الحجر السحري الأسود اللي بتملكه ويفر فبتقول الحجر السحري الأسود له أهمية كبيرة فبعلا يزيد فعلا معظم الحجارة الموجودة في المنجم هي مجرد قطع من الفحم كما أن توافق الأحجار السعرية مع الحلقات سيئ لكن بس هالحجر هو شي مختلف تماما ولهيك لازم نعثر عليه فبتعرف إنه منجم الأحجار السحرية صعب يتعاملوا معه ولكن ربما هناك طريقة لاستخدامهم بفعالية طبعا لأنها حارقة على حالها وعارفة كل القصة المهم هيزيد بيقولها خير عم تبتسمي في شي منيح فبتقوله في شي منيح يمكن أتمكن من إني أقدم هذه حلوة لا لا سياس عن قريب وتبتسم هيك ابتسامة شو بتعمل؟ تخرق قلب صاحبنا هيزيد اللي عأساس بارد وجامد وبيخزل حتى فبتقوله خير في شي فبقولها لا لا ما في شي بس يمكن شفت شي غريب فبتحكي له هالإنت تعبان لأنك كنت يعني برحلة لفترة طويلة فبقولها لا لا عادي ما في مشكلة وبعد أيام قليلة تيجي طبعا لعند مين لعند السيدة فاشا التافها اللي لها اللي عام تبحث عن فلوس ابنها الفيكونت اللي مات وبتقولها يلا جبت الوصية يا كذابة ورجيني إياها وبتكون آل متوقعة فاشا إنه ليلي عام بتكذب ولا في وصية ولا شي لكن اللي بتحطها بعينها وبتقولها هاي الوصية تتفاجأ فاشا كتير وبتقولها مستحيل لش أنت سرقتي كل شي بالميراث هذا شي شائن ومزيف فبتحكي لها فعلا مزيفة لأن يعني بصراحة مستحيل أوثق فيك يا وأسلمك الأصلية يعني بعرفك حيوانة فتعصب كتير فاشا وبتقولها على فكرة يا موجودة بأكتر بنك إلو مصداقية لكن لا تحاولي تلعبي وتقولي إنها مزيفة تغضب كتير فاشا وبتولش قال تشتم فيها تحكي لها ليلي الكيد بتوقع أنك سمعت عن زواجي القريب فبتخاف فاشا وبتقولها من هلأ ورايح راح يكون اسمي السيدة ليلي ويفر لأ حتى الدوقة وانتي مجرد وحدة اسمها فاشا مارشميل لهيك من هلأ ورايح بدك تحترميني بصيفة دي الدوقة وتحكي معي بأدب وليلي تدمر ولا تبالي طبعا فاشا ما بتكون طايقة حالها وبتقول عن جدها الليلي الحيوانة ادرت تخلي الدوء ويفر بنفسه كاره النساء كلهم احبها كيف وشو اللي يصار بس للأسف إنها عم تحكي صح وهاي أول مرة بنشوف ليلي مخيفة بها السكر المن بتقول ما فيني اتعارض مع الدوء ويفر بالمرة لعاك بتحكي لها ليلي شوفي بس جاي اعمل معك حرب جاءت إلى هنا لأقدم لك عرضا فبتحكي لها بخوف ماذا تريدين شو اللي بدك يا انا مستعدة تستغرب كتير ليلي من تغير موقف هال مفاجئ وبتقولها هناك شيئا أريدهما للأول تصريح المرور الذي تملكه عائلة مارشميل والذي يسمح بالسفر المباشر إلى مملكة نيكسون والثاني حضانة هير تتفاجأ هيك فاشا وبتقول عن جد بس هات اللي بدها اتجارة مع عائلة نيكسون بس بتتم من خلال عائلة هلن لهيك فهالتصريح ما بيعني لي بالمرة وهرة هداك الطفل الخجول اللي ضعيف ما بستفيد منه بالمرة طبعا تحكي العليلي بالطبع ما رح يكونوا بدون أي مقابل سأقدم طاوية عادل لك فتبتسم فاشاك جوتها وبتقول عن جد هالما راغبية كتير ما بعرف شو رح تقدم لي بس لازم اتصرف انه خاب امالي بالشي اللي رح تقدم لي حتى تعطيني اكتر وبتقولها فاشا بصراحة يعني صعب كتير اتخلى عن هدول الاشيان تعرف يعني بس شو اللي ممكن تقدمي لي فبتحكي لها ليلي لنفكر ما الذي سيكون جيدا اه شو رأيك حصل دوق ويفر مؤخرا على منجم حجري سحري اسود رح اعطيكي يا فشو رأيك هلها شي كافي تتفاجأ فاشاك فيها وبتقولها عن جد حقا سأتعطيني منجم حجري السحري الاسود هل منجم في احجار سحرية سودة ثمينة عن جد كل ما بحكي انه هل بنت هبلها تطلع اهبل من ما تخيلت فبتحكي لها ليلي هل خاب امانك هل انت غير راضية سابتقولها فاشا لا ات اوكي خلينا نكمل السفقة وبتسرخها بسرعة بالخادمة لاتجيب العقد قبل ما ليلي تغير رأيها بينما ليلي طبعا مجهزت لها بفاخ لانه الاحجار السودة ما لها اي فايدة بالمرة عكل حال بيتم تسوية الموضوع تقريبا وبتقول هلأ كيف لازم اخبر هلأ عن اني رح اتزوج مرة تانية وبتبلش تحط سيناريوهات بوجهها وبعائلها قصدي اول شي بتقول انه ممكن تروح تحرفه على لسياس وتقول له هاد هو والدك الجديد فاحكي له مرحبا بعدين بتقول لالا مو منطق يعني كتير مفاجئ الموضوع طيب سيناريو تاني اهاشي احكي له اسفع لكل هالوقت حتى لو تغيرت يمكن يكون صعب تشوفني لهيك لقيتلك أب أفضل مني وبعد سنة ما حطو اضطر يتشوفني بالمرة هادم تقول شو هالهبل اللي عم بحكيه اكيد لا بظل تفكر بعدين بتقول خليني ما افالغ يمكن احسن شي اكون صادقة و احكي له كل شي و اعرفه عليه بشكل طبيعي جدا و اوصله الموضوع بابسط طريقة لهيك بتروح و بتعود مع هرا و هي جايبت له كاكة شوكولات تغري فيها يسألها بخوف هرا هل بقدر اكل منها ف بتقول له طبعا عملتك كرمالك فيك تاكل قد ما بتاكل وبتحط له اطعب تقول له تفضل يأكل هرا منها وهو زعيد كتير وهي بتنبسط انها عجبته و بتقول انها عملتها لحتى ما يتفاجأ بزواجها المهم بتلاقي قال صار في على وجهه شوية شوكولاتة فبتيجي لا تمسحها لكن هرا لسه المسكين ماكل صدمات و ضربات منها لشبعان فيشار بالخوف و لهيك بتقول له بعتذر منك ما رح ألمسك بس هل ترغب في ان امسحها لك فهو بخوف بيقولها اوكي فاندين فجأة بيبلش يبكي تسأله المفاجأة ما خطبك شو مالك دود شو اللي يصاير فبقولها بكرا هالشي ليش عم بتعامليني بشكل جيد ما انه انا مو شخص جيد طبعا المسكين هيك مفكر وبتقول انه طبعا هرا ما كان يعرف انها تغيرت لها السبب كان كتير مرتبك ومو قادر يفهم سبب تغيرها المفاجأ وليك بتقول له آسفة بعد وفاة زوجي واضح انه ما كنت كامل قواية العقلية بس بوعدك انه ما رح اكرهك مرة تانية يتفاجأ ايرو بيقولها عن جد فبتقول له عن جد وبتحمله وبتطمه بينما هو بيبكي بسعادة بعدين بتقعده وبتقول له اريد ان اخبرك بشيء اليوم فممكن تستمع الي فبقولها اكيد فبتقول له سيكون لدينا قريبا فرد جديد في العائلة فبقولها فرد جديد مين فبتحكي له قررت الزواج من رجل سيكون اب صالح لك وهو شخص لطيف للغاية لعيك رح يعملك بشكل جيد ولكن اذا ما بتك اب جديد تخبرني بالموضوع رح تحتاج انك تفكر بهالاشياء فبيحكي لها اوكي انا شايف امي مثل الملاك بس مو مثل والدي والدي ماهتم فيه بالمرة فتحكي له بس هاد الشخص رح يهتم فيك بصدق ويحبك عن جد على عكس يعني للأسف والده الأصلي وحتى أمه الأصلي وبتقول له بالمناسبة اذا كان الموضوع تمام فشو رأيك هل ترغب في مقابلته عن قريب وفعلا هاد اللي بيصير وبينازوا حالهم لتنا لحتى يروحوا لا عند لا سياس المهم بتكون طبعا للي كتير شايفة افنها لاطفة بشكل مطبيعي وبتقول له وصلنا أخيرا وبتحمله لحتى تنزله وأول شي بيقول له لا سياس لما يكون باستقباله عن هرا أنه طفل لطيف فبيتفاجأ هرا وبيقول أمي حكت أنه والدي شخص لطيف وفعلا لا سياس بيقول له هل ممكن أن أحملك أنا كمان بالطبع لا سياس عازمهم على أفخم وليمي على الإطلاق ومحضرهم كل أنواع حتى الحلويات وكل أشكالها لأنه يعرف من ليلي أن هرا يفضل هات اتنوع من الطعام لكن هرا لما بيجي يجلس المسكين بيلاقي إنه الطابل كتير عالي عليه وما بيقدر يوصل المكان فبتقول له شو رأيك تعط بحضني بخوف بيقولها هرا بس هالشي مخالف للأداب فبتحكي له عادي هرا بيقدر يعمل اللي يبدو ويتحمله وبتحطه بحضنها عكل حال بعد ما هالشي يصير هرا بيقدر شوي متوتر لكن فجأة تلاحظ ليلي نظارات غريبة من لسياس طبعا تشعر فيهم ما بتشوفهم طلتفت له وبتسأله هل فيه مشكلة فبيظهر كأنه كتير الموضوع كيوتو بيقولها لا بالعكس بالمرة فبتحكي له كووضح إنه فهمتك غلط لكن المسكين هرا فعلا شاف لسياس عم ينظر له بنظارات مرعبة وبيتسأل إيه عم يعتبر إنه هالشي غبي وما لازم يكون ايك أو إنه معاشبه بالمرة بتلاحظ ليلي توتر هرا وتسأله لماذا أنت هكذا شو صاير لك فبيقولها لا ما في شي لكن بيدخل لسياس وبيرجع يحكي مع هرا وبيقول له مرحبا ليلي صو رأيك إنه هرا بما إنه كمان حيكون ابني وأتقرب منه أنا ممكن إنه يجي يوعد بحضني أنا وأطعمي بيخاف هرا شوي من الموضوع لكن لسياس بيقولها لا تقلي أنا متأكد إنه رح أقدر أتعامل معه بشكل جيد تلتفت ليلي لاهرة وبتسأله إذا كان أكي الموضوع فبيخاف شوي بس بيقول إمي حكتلي إنه والدي الجديد شخص جيد لهيك رح أصدقها ووضح كمان إنه بيحبها كان هالشي كتير صريح لهيك بيقبل بهالشي وبيقول باتنا إنه يكون شخص جيد فعليا بينادي لسياس وبيقوله كامت بابا فليلي بتقوله كتير واضح إنك واضح من حالك يعني بتعاملك مع هرا هل أمرك تعاملت مع أطفال من قبل فبيقولها لا لا ما أتوقع فبيقوله إذن كيف يقولها لا تقلي كل شيء سيكون على ما يرام وبعدين بيوجه كلامه لهرا وبيسأله هل يمكنك أن ترى بشكل أفضل بما أنك صرت هلا أعلى وأخبرني شو اللي بتحب تأكله فبيقوله هرا بتوتري لكن بيقاطع حتى ما بيخليه يحكي بيقوله سمعت إنك بتحب الماكرون كتير فشو رأيك تجربها بياكلها بخوف وبتكون للي عم تطلع وتراقبهم وتقول عن جد إنه لسياس ممتع كتير بها الشخصية وفوق كل هات واضح إنه بيشبهوا بعض بشكل كتير غريب وبتحكي له عن جد مبينين عائلة مو طبيعية وحتى بعدها لسياس بيمسح تمهرة وبيعملوا بلطافة كتير كبيرة وبيقوله سمعت إنك بتحب الحلويات أو بتحب الايس كريم أبطل كل قد ما بدك فبيفرح هرا بهالشي وبتشعر للي بتطمأنينة وبتقول إنه لسياس فاسدقها البهرة وهي مرتاحة جدا بهذا الشي فعليا هرا بيصفح كل الطاولة ما شاء الله وبعدين بينام يعني رح يسببوله سكر المسكين من كتر ما بيطعموا حلوة وبعدين بيقول لسياس صغيرنا يبدو متعبا فاشو رأيك نحطه للنام وبيقول ليلي واضح إنه كل التوتر اللي كان بينهم اختفى أخيرا وبتطلب إنه يحطوا للنام وفعلا تيجي واحدة من الخدم لا تاخدوا للغرفة بعدين بيعدد عليها يتمشوا سوا بما إنه هرا نايم على كل حال يأخذها لسياس للخروج في نزعب الخارج وبيسألها في زهرة معينة بتحبيها بتقوله زهرة ما بعرف فبيقولها لأنه لو بتحبي أي نوع ممكن أعب الحديقة كلها منه كلمالك فبيقوله طيب هل من الممكن إنه نضع ورجوحها بالحديقة فبيقولها مرجوحة أكيد من عيوني التنتين أطلبي وتأمري فبتحكي له في عنا واحدة في البيت لا هرا وكتير بيحباها فبيسعي طبعا بالغيرة لسياسة حتى عم بغار من الطفل اللي صغير هاد فبيقولها آه أوكي يعني كرمال هرا فبتحكي له فعلا كرمال هرا بابتسامة فبيقولها طيب أنت بتحبي الحديقة فبتحكي له أكيد وكمان شوي مختلفة عن آخر مرة مشت فيها مع هزيت فبيقولها نعم هزيت أنت مشتي مع هزيت لحالكم بالحديقة فبتقوله آه ما بتعرف أنا و هزيت مشي أنا مع بعض شوي فبيقولها أوكي هزيت آه بلى كنت بعرف ففجأة بلاقي أنه عم يستدعي الحلقات لأنه شكله ناوي يقضي على هزيت بلحظة طبعا بتخاف ليلة وبتقوله شو اللي يصار لك هدي شوي فبيقولها لا ولا شي فبتمنى أنه نعود مع بعض لأنه شكلي توثرت شوي وكمان لأني حاسس حالي عم بتقرب منك شوي وليلي فعلا تشعر بنفس المشاعر وبتقول إنه هزي شي صحيح عكل حال بيقولها هل بتحبي تيجي ترافقيني لما كان السري بالحديقة فبتفرح للي كتير لأنه بتعرف هزيت من الرواية الأصلية وبتتحمس جدا اللي تشوفه طبعا ليش للي تحمست لأنه في العمل الأصلي عاملة هيرا طبعا بكل طاقته لإظهار الحلقات من خلال معلّمه هزيت ومع ذلك لم تظهر الحلقات بالسهولة اللي تخيلها هيرا وفي كل مرة كان هيرا المسكين يكب الدموعه ويعزل نفسه وين بمكان معين وهي الكرسي اللي موجود بالحديقة هك بتكون متحمسة لتشوفه ما بعرف شو الحماس الغريب على مكان كئيب مثل هيك عكل حال بتقول يايو خلينا نروح وتقريبا هي اللي بتاخده ومو اللي بياخدها عكل حال بيوصلوا للمقعد وبتفرح كتير وبتقولوا عن جد انه هالمكان كتير حلو زو مين فبيقولها زو والدتي وبيقولها في مكان حتى لا نجلس عليه فبيتقولها دول مكان اللي كان يجلس عليه هيرا بس المكان كتير صغير ما بعرف كيف كتير صغير بيوصل عشرة تقريبا قلها وعادة بحضني فبتحكيله أنا مو طفلة على فكرة فبيحكيلها عادة بجملها ألماسة ووجودة بسنسال جوات وخاتم بتقوله شو هاد فبيحكيلها هي هدية الزفاف تعمليني بشكل أفضل شوي فبيحكيلها فعلا هل حبتيها فبيحكيلها كتير كتير متذكر لما قلت انك رح تعلمني حلقات آخر مرة فبيقولها أكيد طبعا هي بتموت من الخجل وبتتفاجأ كيفلا سياس عم يحكي أشياء رومانسية لها الدرجة بدون ما يخجل بالمرة عكل حال بتقوله إذا كدر أظهر الحلقات برأيك أي لون رح أظهر فبيقولها ما بعرف بس بتمنى يكون نفس لوني فبيقوله طيب تعلمني اليوم بيحكيلها أكيد بياخدها لداخل مكتبه وهناك يقول لم أعلم أحد من قبل لذلك لا أعرف إذا كنت سأقوم بتعليمك بشكل جيد فبيقوله للي خدها ببساطة إذا بشلت رح يكون الموضوع لأني طالبة مو مناسبة فبيقولها بس سري لا أستطيع جعلك وتصنيفك كطالبة غير مناسبة لهيك سأبذل كل جهدي وبيقدم لها مصدس روعة وبيقولها هاي هديتي التانية لإلك فبتقول كتير أعطاني هدايا اليوم في المرة الجاي رح أقدم له كوكيز هو قاعد بيهديها ألماس ومصدسات وهي رح تخبز له كوكيز ما علينا بيقولها بالواقع أنا بتعلم وأنا عندي موبة من الولادة باستخدام الحلقات لهيك يزيد سيكون أكتر ملاءمة إنه يكون معلمك بس أنا صراحة ما بفضل بالمرة أخليكي معي زيد لهيك رح أعلمك أنا وهي بتكون ما بتعرف قال ليش هو بيكره إنها تتواصل مع الفرسان واضح إنه غيران بس هي ما عم تفهم عكل حال بيقولها رح أوضح لك كيف تستخدم الحلقة بالمصدس بتبلشي من هون وبتوصلها لهون وبتطخي إذا أرسلت الحلقة مباشرة رح تنجح فبتقوله بس هيك فبيقولها بس هيك فبتحكي له بس أنا لسه ما بعرف كيف أستدعي الحلقات فبيقولها لا تقلي سوف تكتشفين الأمر بنفسك وهلأ بس جربي تطلقي النار يمكن بعدها تقدري تفهمي كيف ممكن تستخدمي وتستدعي الحلقات فبتقول لي لي حتى هرع بمصاعدة الفرسان عدد من سنين ليقدر يصنع الحلقة الأولى أكيد أنا ما رح أقدر أعملهم هلأ بس مع هيك رح أحاول بتحط هدف هيك وبتصوب وبتطلق النار لكن المفاجأة إنها بتطلق حلقات فعليا بينصدم لسياس وهي كمان وبتقول مستحيل هل الموضوع طلعا نجد بس سهولة وبعدين لما تعد مع حالها ثاني يوم بتقول إنه الأمور عم تمشي معها بثلاسة كتير كبيرة لدرجة إنها مرعوبة مو أدري تصدق يعني كيف كل شي عم يمشي بشكل تمام وبتقول كل شي مختلف عن الأصل وعم بيصير بسرعة كبيرة وبالقاونة الأخيرة اقدرت أستطيع حلقة كانت الأمور هادية بس فجأة صار شي كبير فجأة بينما للي قاعدة تيجيها جن مرعوبة وكأنها شايفة جن المهمة بتسألها للي شوفي ليش لها الدرجة خايفة فبتحكي لها لأنه جلالة الإمبراطور وفجأة بنشوف الإمبراطور بنفسه جاي وعم يقول لليلي جيت هون لحتى آخذك و الله يسطر يا رب طبعاً ليلي بتتفاجأ لكن بتدارك الموضوع فوراً وبتلقي التحية على الإمبراطور وبتقوله تحياتي لشمس الإمبراطورية فبيقولها تحيتك مملة ما عجبتني أنتي تشبهي قطتي اللي هربت من سنين ورح أتعامل مع تصرفات القطة الهربة هاي بعدين طبعاً ليلي بتقول شو عم بيخبص هاد شو عم يحكي وعن شو كأنه أنا هي اللي بيلمح عنها معقول عن جد بيعرف ليلي الأصلية وبنعرف إنه الإمبراطور إنريكي هاد هو الشرير بالعمل الأصلي بالرواية وهو الشخص اللي كان يتعامل مع الحلقات الفاسدة ودوره كان قاطل لسياس وهرة لهيك بتقول مع ذلك لم يتم ذكر أي تلميح بالعمل الأصلي إنه ليلي وإنريكي الإمبراطور بيعرفوا بعضهم البعض لكن إنريكي بيمسكها وبيقربها لإله وبيقولها تبدين أكثر جمال بعد كل هالسنوات فبترد ليلي وبتقوله ما بعرف شو أصدق بالمرة لكنه بيحملها فبتقوله نزلني لو سمحت وتركني فبيقولها صعب الموضوع لأنه ما جيت لأخذك كرجل محترم لطيف أنا هون لأخطفك وفعلا بيعخذها الإمبراطور للأصري الإمبراطوري وبتقول لي الله يسطر ما بعرف شو اللي تورطت فيه بالمرة لازم أعرف شو نوع العلاقة اللي كانت تربط السيدة الحقيقية مارشمال بإنديكا وبتقول بالطريقة اللي عم يحكي فيها واضح إنها عنجا داربت وكانت علاقتهم ودية يقدم لها شاي وبيقولها إنه الشاي المفضل لديكي تفضلي اشربي فبتحكي لازم أظهر إنه ما بعرف إنديكا بالمرة وبتقول له شكرا على لطفك لكن أنا لا أفضل شاي الزهور ما بيناسبني بالمرة فبيقولها والله عنجا د أول مرة بعرف فبتحكي له أكيد فبيقولها طيب بدل شاي الزهور تعالي نشوف شي تاني وبيورجيها الحلقات الفاسدة تتفاسق لي لي إنه عم بيورجيها إياهم والمفاجأة إنه بيورجيها إياهم لحتى يتبعوا حلقتها فبتعرف إنه باختصار إنديكا بيعرف بإنه السيدة مارشمل تقدر تستخدم الحلقات ولها السبب بورجيها إياهم لأنه الحلقات الفاسدة تتبع الحلقات النقية وبهاللحظة تضرب عائلها العلاقة اللي كانت موجودة بين ليلي وإنديكا وبتقول الإمبراطور كان يستخدم السيدة مارشمل لتنقية حلقاته وبالعمل الأصلي لم يكن لإنديكا حق بالخلافة لكن في مرحلة ما تولى منصب الإمبراطور يدعم ساحق بسبب قوة حلقاته الأوية وكانت تتساءل كيف إداري يخدع الناس بإنه مستخدم حلقات نقية لكن إذا كان بيستخدم السيدة مارشمل فهالموضوع بيكون طبيعي إذن هل كانت السيدة مارشمل واحدة من المختارين من قبل الحلقات وبنعرف أنه بالعمل الأصلي كان في أشخاص نادرين اختارتهم الحلقات نفسهم لحتى تستخدمهم ويمكن يكون إنديكا اكتشف هالشي واستخدم ليلي لحتى يكون الإمبراطور لكن ليلي ما قدرت أنه يضل الإمبراطور يستغلها لها كتزوجت من الفيكنت مارشمل بسرعة وعلى عجل وبما أنها بمتلك زوج ما قدرت الإمبراطور أنه يتواصل معها بزهودة في الأماكن العامة وهاتو قنعون أنه الإمبراطور يعني ما رح يتواصل مع حدا مارت فيكنت أكيد بيبيد الفيكنت كله لا يتواصل معها عكل حال بتقول ما دل فيكنت مارشمل بالطريق وتم اختطافي أنا بعدها عكل حالي بيحكي لها إنديكا وهلأ انظري إلى يديكي واضح أن حلقاتك لسا عم تتذكرني تحكي ليلي بلشنا عن التورط والوضع رح يصير أسوأ لهيك لازم بسرعة أقدر أهرب من هالمكان وما أبقى ولا لحظة ولهيك بتحكي لو أعتذر منك أتوقع أنه لازم أحمل حالي وأرجع للبيت لكن بيمتكى وبيقولها لأ لسا ما خلصت من الحكي ولا هل صارت شخصيتك خشنة شوي لأنك صرتي التضل فبتحكي لو معلش بس أنا مو حيوانك الأليف فبيقولها يمكن يمكن أنت مو نفسها بس حتى لو ما كنتي نفس قطتي مستحيل أتركك تروحي ما بعرف إذا كنتي عم تنوي تستخدمي دوق ويفر للهرب مني أو عندك مخططات تانية بس عفكرة دوق معروف أنه ما بيحضم بالنساء لعيك أسوك أنه رح يحبك لعيك أنا متأكد أنك عرضت على شي عقد عمل مقابل الزواج منك ليلي بس أنا اللي رح يحبك بصدق يا عمري لكن هي بتقول هالكذاب بتبص يستخدمني لحتى يستخدم الحلقات وليش دائماً الرجال يحقب هالشكل عن الحب لأنهم كذابين وبيستخدموا الحب بشكل آخر حتى يظلمونا وبدأتذكر والدها اللي كان يقولها قال وهو بيضربها أنا عم بعمل هيك لأني بحبك وإنه ما في أي شخص آخر بالعالم رح يهتم فيها وكمان بتقول هالمقدر لقلي إني أعاني كل حياتي من الأشخاص اللي بدهم يستغلوني لكن فجأة بيخطر الهمين لسياس اللطيف اللي حتى أول ما قابلها حكى لها لما حاولت تنقذه شكراً كتير إلك بس ما تعيديها لأنه ما بدي أشوفك عن تنئذي وكمان قالها لما نتزوج رح نكون عائلة لبعض ورح ترتاحي وبتحكي فيه فعلاً شخص واحد يهتم فيه لعك بتقول له أسفة بس ما بقدر أتفق معك فيه شخص عنجة بحبني وهو لسياس تنهض ليلى وبتقول له أول شيء أرجو أن تسامحني على وقاحتي بس يعني مع رشتري رح أغادر المكان طيب يقولها الإمبراطور أوكي أنا خسرت رح أعطيكي الشيء اللي كنتي بتكية طول الوقت لهيك توقفي عن الغضب طبعاً للي بتوقف معلقة وهي تحكي واضح أنه ما عم ياخد كلامي بالمرة على محمل الجد ولا حاسس أنه أنا عن جد عم بقول له هي بدي أطلع وأنا ما بعرفك أو ما تذكرتك أو أي شيء منها الكلام ولهيك نظرات رهيبة تحكي له ما عندي أي سبب لا أطلع أو أخذ أي شيء منك أو أي اهتمام لا مشاعرك يطلب يا هيك بيقولها نعم شو قلتي وخلال ما هم المالتنا عم يتناقشوا فجأة بيسمعوا أصوات بالخارج وشخص عم بيقول ما بقدر أسمح لك تفوت لجوة بمنوع هالشي وما في إلك إذن لا تفوت طبعا الأمبراطور بيتسأل شو الوضع وشو اللي يصير وفجأة تا 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 مين بيفوت صديقنا لا سياس اللي بيكون مو شعي في الفضاء إطلاقا بيتطلعك بأرف وبتتسأل ليلي كيف عرف لا سياس عن مكاني وإجا لهون وبيتطلعك لما يقترب عليها وببتسامة بيقولها ماذا تفعلين هنا يا ليلي كنت عم ببحث عنك لا فترة طويلة من الوضع وليلي بحيرة كبيرة وبتقول هاد هو الوضع المناسب لحتى أقدر أهرب ولأظهر علاقتنا للإمبراطور لحتى يقتنع ويصدق إنه أنا مو مهتمة فيه وإنما ما بتيغير لا سياس ويحل عني ولهك بتتقرب شوي من لا سياس وبتقول له كنت راح أرجع لك لا سياس طبعا بيستغرب شوي من قربها وبعدين بينط الإمبراطور وبيحكي له هاي مرحبا دوق هل أنت جاي لتشوفني فبيحكي له آه والله أنت هون معلش ما شفتك فبيحكي له الامبراطور أوف يا الوقاحة لكن بيرد لسياس وبيقول بالعكس إنك أنت تجيب مرتي اللي عندك بهالمكان هي الوقاحة يا صاحب الجلالة لهك بحق اللي أقول اللي بدي إياه وبيقول له انتقلت العلاقة الجيدة بين العيلة الإمبراطورية وويفر من أسلافنا لعيك من فضلك ما تخليني أكسرها بإيدي يا صاحب الجلالة وكمان بيعدده وبيحكي له لو تكرر الموضوع كمان مرة ما رح أتغاضع عنه وطبعا الإمبراطور بيكون مرعوب لأنه عارف إنه ويفر أقوى منه بمليار مرة وبينما هو بيستخدم الحلقات الضائعة فويفر بيقدر يصنعهم من الأساس بيمسك ليلي وبيغادر معها بينما بيكون الإمبراطور معصب جدا وأكيد بينوي علنية في الطريق وهم الاثنين مروحين تتساءل ليلي وبتقول شو هو الشيء اللي كانت بتهياه السيدة مارشمال من الإمبراطور وهالشيء يمكن يسبب مشكلة لإلي بما إني ممتذكرة ولا بعرف طبعا هالموضوع لكن لا سياسي بيقترب منها وبيحط إيده على خدها وبيقولها شو فيه فبيحكي لا لا ولا شيء كنت عم بمسح شيء عن وشك فبتتساءل هل كانت حلقات لديك الملوثة لسه معلقة بهالمكان يقترب لسياس منها وبيقولها طيب شو حكيتي أنت وصاحب الجلالة فبتوتر بتحكي له شيء تافه مجرد كلام فبيقولها إذا استمر بإزعاجك في المرة الجاي اطلقي على النار ولا تقلي أنا رح تعمل مع عواقب الموضوع تخيلوا عم يحكي لها الضخ الإمبراطور تلتفت له هيك ليلة وبتقول له ليش بيقولها شو فبتحكي له ليش عم تعمل كلها تكرمالي جوشه اللاسياس بخجل وبيقولها يمكن لأنك مرت الغالية ومين حاسس أنه لسياس من بعد ما وقع بحبا نحف كتير المسكين وصار لازمه ياكل شوي عاكل حال بتقول له إحنا أزواج بموجب عقد مدته سنة واحدة بس فبيحكي لها سنة ولا يوم ولا شهر ولا سنين المهم أنه إحنا أزواج وهذا المهم وحتى انتهاء العقد بدي أحب زوجتي بالشكل الصحيح وقتها لي بتحسب إحراج مو طبيعي وبتلتفت له بعيد عنه وبتقول له طيب كيف عرفت إني موجودة بالأصر فبيحكي لها كان عندي شعور بأنه شي سيء رح يصير لعيك رحت لأصرك وبيأشر على السلسلة وبتعرف هيك أنه السلسلة اللي الملبسها إياها الحلقات الأصلية لالاسياس بتتفعل مع الحلقات الملوثة وبتقول معقول لاسياس لاحظ الموضوع عكل حال لاسياس بيقولها خبرتني خادمتك اللي يصار بوقتها وأكيد إني كنت متير للإعجاب لمجيد بس الأهم من كل هذا إنريكا كان له ظل شرير وكنت عم ببحث عنه بشدة وكان أمامي مباشرة وبتقول لي لي أنه بالأصر الأصلية حدد لاسياس برضو الهوية الحقيقية للظل لكن كان ما بيقدر يعمل أي شيء وأنا بتحقيق لأنه طبعا كان في علاقة جيدة بين الإمبراطورية وبين عائلة ويفر أثناء الحرب وبدل من قمع ويفر اللي كانت بتمثل تهديد كبير لألهم قررت العائلة الإمبراطورية توحد جهودها معهم وهالشي خلى إمبراطورية إيهفالد أقوى وبما إنه هرا قضى على جميع النبلاء ما كان واضح شو اللي يصار وشو قدمت أفراد العائلة الإمبراطورية لعائلة ويفر مقابل التجارة وبتقول إذا ما تمكن لاسياس من لمس الإمبراطور فهدي بيعني إنه بالمقابل دفعوا 8 باهظ أكيد لاسياس يعرف شو بيكون بيوصلها للأصر وبتقول له شكراً كتير لمساعدتي اليوم فببتسامة بيحكي لها ما في داعي تشكريني أحنا بالنهاية زوجين فبتحكي له بالعكس لأن أزواج هالشي ضروري إنه نحكي يا لاسياس فبيشعر بخجل كبير وكأنه قلبه وقف فبتطلع هي في هيك وبتسأله هل متوجع بشي مكان فبيقولها لأ لما نادتي اسمي نبض قلبي بجنون وشو مع كلمات غزل 2005 عكل حال هي بتتأثر وبتخجل أكثر من لاسياس الغريب وبتحكي إنه كتير كيوت أما إنديك الإمبراطور فبيكون مزعوج جداً وبيقول توقعت إنه الزواج لاسياس من ليلي كان زواج مصلحة لكن هديك النظرة واضح إنه بيحب ليلي بصدق لا هيك واضح إنه في الواقع بقدر أكسب المزيد من خلال ليلي أكتر ما كنت مفكر حتى وبنعرف إنه بعد ما أنقذ لاسياس ليلي من إنديك قررت إنه أفضل شي تفعله هو إنه تخبز له بهض البسكويت كم وكافأة على اللي عمله والزلمة بيروح بيجيب لها ألماس وبيعطيها فساتين وكاتب لها نص الدنيا بإسمها وهي بتروح تعمله كوكيز ما علينا بتخلص من العجن وبتقول هلأ لازم بس أستخدم القالب وبتكون مجهزة قالب قلب حب لأنها طلبت من جن تحصل عليهم وبتكون خجلانة كتير من الموضوع وبتقول بتمنى لسياس ما يعني يتوتر أو يتضايق من اللي عملته ولما تجهزهم بتروح تاني يوم لا عند لسياس لكن الفرسان والحراس بيستغربوا وبيقولولها منعتذر منك ما كنا بنعرف انك جاي اليوم فتحكي لهم ما في مشكلة أنا أصلا ما خبرت لسياس بمجيئي كنت بدي أعملوا إياها مفاجأة لحيك خلوا الموضوع سر توتر بيقولولها حاضر وبتفوت هي للداخل وبتقول هلأ بما إني هون لازم ألقي نظرة على معسكر التدريب وممكن أعطي للكل بعض البسكويت بوقتها بيقابلها روجر وبيقشر الله ليسلم عليها لكن روكسانا بتشوفه وبتضربه وبتقول له شو عم تعمل ليش ما عم تتبرب بعدا تنتبه لوجود ليلي وبتقترب منها وبتقولها شو اللي جابك لهون فبتحكي إنها خبزة بعض البسكويت اللي حبت إنها تشاركو مع الجميع وللمفاجأة بتكون روكسانا كتير بتعشق البسكويت وبتتحمس لها الدرجة وللي كتير بتستغرب وبتقول عن جد لها الدرجة الموضوع مهم بالنسبة للكم فبيحكو لها كتير بنحط الأشياء الحلوة بس سيدي ما بيحبهم كتير ما عمنا شفنا أكل أي شي من الحلويات بتتفاجأ للي وبتقول عن جد لها سياس ما بيحب الأشياء الحلوة فبيحكي لها بيكرههم كتير ما بيقدر حتى ياكلهم فبتحس بالإحباط لأنا كانت جايبت له هالأشياء فالزفتة روكسانا بتطلع على السلة وبتلاقي فيها معبة وبتقولها عن جد جبت لكل هدول لإلنا فبحزن بتقولها للي صح جبتهم لإلكم قدموهم هدايا للجميع وشاركوهم مع الباقي وبترجع بأحباطي كبير لأنه بالنهاية لسياس طلع ما بيحب هالأشياء وبتقول ما عندي خيار غير إني أحاول أعطي لسياس شي تاني أما لسياس اللي بيكون عم يشتغل على موضوع تاني ما بيكون عارف إنه للي إيجت غير بالنهاية وبيقول ما فكرت أبدا إنها ممكن تيجي فبيحكي له روجر فعلا هي إيجت بوقت سابق لكن غادرت بسرعة فبيعصب وبيقول إيجت وغادرت فبخوف روجر بيقول له ما كنت بتعرف فطبعا هون روجر بيحس إنه تورط من نظراته لأنه واضح إنه ما كان يعرف ولت زيد الطين بله بتنطرك سانة ويام وخلصة كل الكوكيز وبيحكي له ما أطيب الخبز اللي بتخبزه للي اللي كل أكل وهو سعيد جدا فبيحكي له عن جد للي جابت لكم بسكويت والكل كان مبسوط وأكلوها طيب ممتاز إذن واضح إنكم رح تتدربوا لأسبوع الزيادة وهيك بيتورطوا بس هو بيحكي عن جد مؤادر أصدق إنه أنا لسياس عم بغضب سبب بعض البسكويت وبيبهدلها روجر على اللي عملته وبيقول لسياس ما كنت متوقع إن بيوم من الأيام أرغب بهيك شي وكمان لازم أعرف كيف أتمسك بليلي وأخليها تتمسك بيه أما للي فبالأثر بتكون قاعدة مع هرا اللي بيكون طبعا نازل أكل طول الوقت وبتحكي الحمد لله إنه كسب شوية وزن هرا بينط وبيقولها سوري مام بس جان قرأتلي قصة قبل كم يوم كانت بتحكي عن ساحرة بالقصة وبيقولوا إنه الساحرات بيعكلوا الأطفال الصغار بعد ما يخدعوهم فبتحكي له ليلي مستحيل هل بتفكر إني رح أخليك تزيد من الوزن بعدين أكلك فبخوف وتوتر بيقولها لأ مو هيك بالمرة فبتحكي له لا تقلق مستحيل أعمل هيك شي لو لا تحيلو مثلك فبيحكي لها يعني لما يزيد وزني رح أضل حلو من شان ما تقريني فبتقوله ليلي مو هيك الموضوع الشي اللي بيخليك حلو هو إنك رقيق القلب وبتعرف كيف تجعل الآخرين يشعروا بالتمييز بأشياء صغيرة بالإضافة لأنك رح تكون رجل جيد بالمستقبل رح تكون رجل رائع ورح تحارب الشياطين بشجاعة كنت بدي أخبرك بعض الشي وأنا بقرأ بالقصة الأصلية لأنه هيرا بالقصة الأصلية عانى كتير سبب مظهره وبتقول ما رح أسمح لها شي يصير مرة تانية بس شوي سوري ليش شو المشكلة بمظهره بالعكس هو الطفل جميل جدا عكل حال هيرا بيتأثر وبيقولها بدي أحميكي لما أكبر فبتحكي له كيف فبيقولها لما تغيرتي أنت بعد وفاة والدي أكبر أخيره أكبر أخيرا أخيرا لما رح أخليكي تعاني أبدا بعد اليوم ومن هلأ أنا رح أحميكي تتأثر هي كتير وتقريبا بتبكي وبتقول له أنا كمان بدي أحميك وبه الطريقة ما هتعاني أنت كمان ولحيك لحماية هيرا لازم تهتم ببعض الأمور كرماله أولا الخطة هي إقناع كبار العيلة وبينما هي عم تكتب بعض الأشياء بتشعر أنه لسياس يجا كيف من خلال السلسلة اللي بتهتز لما يقترب لسياس منها المهمة بتستغرب من ما جيئه وفعلا بيرفتح الباب وبيجي لسياس وبيحكي له هالو للي أنا هون بيفوت لسياس لعندها وبيعضوا سوا وبيكون جايب لها طبق تقريبا كله بسكويت وحلويات وورد وبتحكي له شو هاد فبيقولها مكافأة لإحضارك الكعك لفرساننا فبتحكي له شكرا لإلك فبيقولها بس ليش غادرت بدون ما توديني حتى تتوتى اللي وما تعرف شو تقول وبيحكي لها بشراحة خاب أملي بشكل كبير فبتقول ما أعطيتك باقلها طبعا ما أعطيتك ياهم لأنه فكرتك ما بتحب الكعك وما كنت حابة أسيجاك بزيارتي المفاجئة خبيحكي لها لما شعرت بالطاق الموجود بخاتمي داخل الأصر ما كان عندك أي فكرة أتي كنت سعيد فهي بتعرف أنه حس إنها إيجاته بالنهاية يا حرام راحت بدون ما يشوفها وبيحكي لها لك نزلت بسرعة لحتى أشوفك بس للأسف كنتي رحلتي بالفعل بيدون ما حتى تبحثي عني وعا فكرة راجر صخر مني لأني كنت الوحيد اللي ما أدر ياكل البسكويت اللي قدمتي هداك اليوم فبتوتر لي اللي بتقوله بس اللي سبعته إنك يكراه الحلويات فبيقولها بالمرة والكلام مصحيح فبتحكي له آسفة فكرت إنك ما بتحبهم لحيك غادرت وبس فبيقولها رح أقبل الاعتذار لو عانقتيني فبيتقوله بالمرة الجاي هاي المرة هملت هيك بدون ما بعرف لهيك بالمرة الجاي إذا اتكبت خطأ رح أضمك وبينما هو طبعا رومانسي متلهيكية بتكسر كل الجو لما تقوله خيضت حقي بالعيلة وعينت السيدة هيلان كرئيسة فبيتطلع فيه وبيقولها ارجعنا نحكي عن البزنس مرة تانية فبتقوله لازم لأنه نسترجع منجمك وبتسأله هل أنت محباط مرة تانية فبيقولها فعلا أنا محباط وما بعرف ليش عم بعمل هالأشياء فبتقوله طيب وفي كل حال قيضت حقي بعيلة المارشمال بالحصول على حق نيكسون مقابل منجم الحجار السحري اللي بحثوا عنه فرسان ويفر من فترة فبيقولها تاجرتي بحقك مع ذاك المنجم التافه فبيتحكي له فعلا وعجبهم الموضوع ولم أذكر الفحم بالمرة لقد كان ذلك مذكر في العقد لكنهم ما قرأوا حتى فبيبلش يضحك وبيقولها لما بكون معك تكون الأمور أسهل لك بدي أبقى جنبك فبتفهم ليلي من كلامه أنه أصده أنه بده مساعدتها ولهالسبب قال كان عم يتعامل معها بشكل جيد فبتقول لأ شوي لو هيك مو منطقي أنه ينزعج لما أحكي عن العمل فبيقولها طيب أوكي إذن رح أسلمك المنجم فبتقوله تمام اتفقنا فبيقولها أوكي إذن مقابل أني أعطيكي يا أنتي شو رح تعطيني وطبعا هنا يظهر غباء البطلة الرئيسية كالعادة لما ما تفهم بالمرة أنه البطل بحبها ولا مواجب فيها ولا أي شي عنه لسياس أوضح من وضوح الشمس أدي غرآن بحبها وهي لما يقترب منها تحكي واضح أني هبلة وغبية وغريبة لأنه عم بحس بمشاعر تجاه لسياس لكن مستحيل لسياس يحس بشي تجاهي لأنه طبعا بيكره النساء مثل ما هالشي معروف وبتقول ليك من الأفضل أدخلها على الأفكار غير المفيدة من بكير وخلص وبتحكي لهم مقابل هالشي رح أخبز لك بعض الكعك وما رح أعطي لأي شخص آخر غيرك فبيبتسم هيك وبيقولها أوكي اتفقنا وباليوم التالي تتجه لي للأصر وهي خبست له بعض الكوكيز وبيقبلها روجر وبيحكي معها فبتسأله وين لا سياس كان من المفترض أنه نتبرى باليوم على الحلقات فبيقولها طلع هو بركسانا قبل شوي للمنطقة اللي يلقيه فيها السولجان فبتحكي لسه عم بيدور تتفاجأ وبتحس بخوف شديد جدا لأنه بالأصل متل ما قلنا لا سياس وقف البحث عندما أدرك أنه أنريكي كان هو نفسه الظل لكن تغيرت الأحداث وتغير اختيار لا سياس وبتقول كل ما انحرفت الأحداث عن الأصل أصبحت المعلومات اللي بمتلكها عديمة الفائدة ولكن بتكون حاسة بخابة أمل لأنه لو انخفضت قيمة المعلومات اللي بتمتلكها فلن يعود لسياس مهتم بي بعد الآن وبتحس بحزن كبير بس بتقول لحالها طبيعي ما يهتم منلي فليش أنا قلقانة ومتضايقة يقترب روجر وبيسألها هل كل شي تمام فبتقوله أكيد ما في شي وبتحكي له لسياس بما أنه مهون هل فينا أنا وياك نتضرب على الحلقات فبيحكي لها روجر أكيد أنا أصلا عندي موهبة تعليم الناس أنا اللي علمت هزيت فبيقول هزيت مستحيل ولا عمره حدا علمني أي شي فروجر بيحكي له شو هالكلام نسيت كل الأوقات اللي واجهنا فيها مشاكل مع بعض فبيغضب يزيت وبيقول له توقف عن هالشي وبيحضر قال لا شكله إيطخ لكن روجر بيكون عارف وبيمسك حلقته بحلقته برضه وبيقول له أسلوبك واضح كتير بتقوم برمي الحلقة بخط مستقيم كل مرة فبيحس يزيت بالتهزيق بينما ليلي تضحك وبيقول شفت إذا ضربت الحلقة بهالطريقة فيك تعطل حلقة خصمك فليش ما تجار بيها فبتحكي ليلي بعائلها اللي بدي أتعلمه هو توليد الحلقات بسرعة ومو كيفية تصويبها وبيحكي لها روجر إذا ما بتمانعي شو رأيك نتراهن تتنافسي مع هزيت فخر فرسان ويفر والفائز رح تتحقق له أمني فبتحكي واضح إنه الشي رح يكون ممتع وما عندي مشكلة عجبني وبتقول إذا فزت رح أطلب منه يعلم هرا الحلقات لكن هزيت اللي طبعا بلسي وقعب حبها بيقول أنا كمان عجبني الموضوع لكن ما رح أتسهل معك بالمرة بيبلس القتال بين ليلي وهزيت بس شو رح تكون نتيجة هالمبارات وكيف رح يكون إحساس لسياس لما يعرف بالأشياء اللي صارت ولا لما يعرف بمشاعر يزيد تجاه حبيب طوليلي هالأشياء رح نعرفها بالموسم القادم لأنه هالموسم انتهى على غفلة والجمال دايما بيخلص بسرعة بينشوكم مضخص جديد ولوقتا سايونرا اشتركوا في القناة